اهلا بكم بلا شك فيه ناس استفاتت جدا من عالم تجميل الاسنان كل العالم استفت من عالم تجميل الاسنان عالم تجميل الاسنان او تجميل الاسنان واحد من الفروع الطبيعي اللي غيرت الكثير والكثير يعني اقدر اقول ان فيه قفزة علمية في تجميل الاسنان كبيرة جدا في السنوات الماضية عايز اوريكم كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو تحديدا ليه أنا بهت أولا طبعا أنا من الناس اللي بتحب كريستيان رولدو كلعب كورة طبعا رجل يعني عالمي وهو شخصية كمان لطيفة جدا كريستيان رولدو من الناس اللي كان عندهم عيوب في عسنهم كتير جدا جدا فرغت سنين نفسها شكلها مش حلو وهو ابتسامه وهو دائم لابتسامه الرجل على طول مبتسم يعني أو بتعبيرات وشه دايما موجودة يمكن غير ميسي يعني ميسي هادي في تعبيرات الوش لكن كريستيان رولدو على طول زي ما انت شايفوه بيتكلمه مبتسم من هو صغير يعني الراجل ده مشهور وهو عنده 18 سنة فلفترة طويلة كانت عيوب أسنانه دي يعني إلى حد ما مديها انطباعات أولا إن ده يعني انت عنه جمية بدأ يعمل شوية حاجات في أسنانه في الأول الأسنان اللي عملها ما كانتش جيدة أو كان فيه عيوب برضه شايف بقى الدراسة بقى وبعدين بعد كده نقل نقلة تانية خلص بقى راح طبعا للمتخصين جدا وعمل شوف شكل الأسنة فساكن فيه عيوب بسامة لساوية واضحة جدا وعرض الابتسمة بتاعته كان مبين العيوب دي بشكل واضحة جدا لأنه كان عنده تقريبا ناب مفقود مش موجود طبعا سنانه كنت صعبة لأنه فيه تعريج وفيه بقى الكوليدور كان يعني جوانب السنان كانت دايما تبان وعدم سيمترية في الابتسامة ما كانش فيه يعني توازن في الابتسامة يمين وشمال وبالتالي الوش نفسه كان فيه عدم سيمترية كل ده تزبط بتجميل الابتسامة أو ما يسمى بالتجميل الأثنان بلا شك هذا العالم وصير لغاية تعالوا نتوغل فيه خفايا هذا العالم أنا دايما بسميه عالم الجلوس فيه أو الوقوف فيه في منتصف الطرق هو المكان الآمن لأن الاكستنامتز يعني أن أنا أروح يمين أوي فخلي السنان بغضى أوي وبتلمح أوي وأوفر أوي ده مش حلو وفي نفس الوقت طبعا لو أنا عملت يعني بلا مقاييز تجميلية بلا فهم لكلمة تجميل سنان برضو النتيجة هتبقى مخيفة ومزعجة للغاية تعالوا نعمل الديسكشن الممتع القادم مع ضيفي العزيز الاسم المتميز فيه عالم تجميل الأسنان واللي دايما بنتظر لقاءاته يعني الجميلة اللي فيها دايما حوارات خارج الصندوق ضيفي العزيز هو دكتور عبدالله متولي أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي لتجميل الأسنان والزراعة وتجميل الأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان المصمم للتسامة المعتمد من البي دي سي بإنجلترا أهلا بيك دكتور بيك دكتور عيمين أنا عايز أبدأ معاك بكريستيانو ورنولاد مش بس كريستيانو النجوم كلهم اللي كان عندهم سنان وحشة لأسنان جميلة كان لازم يعمله كده طبعا وكريستيانو رونالدو بالذات مع أن أنا يعني اتبع المجموعة بتاعت ميسي يعني معاك بيكس حريبا يعني بيش بس كريستيانو رونالدو بالذات كانت زي ما أنت قلت يا دكتور عيمين أنه هو على طول بيتحك فدايما الإنسان اللي على طول بيتحك يعني لو ميسي مثلا كان عنده نفس المشكلة بتاعت رونالدو اللي هو ما عندهش السنة اللي هي اللاترال اللي جنب السنتين في النص ما كانش حد خد باله ولا كان هو نفسه خد باله الفكرة كلها أن كريستيانو رونالدو من الشخصيات اللي دايما بتتحك فالأسنان بتاعتها مؤثرة في الكاركتر بتاعها أو في شخصياتها فلازم تكون مظبوطة طبعا هو في الأول عمل حل كونزيرفتف شوية اللي هو عمل تقويم وبعدين بعد التقويم عمل إمبلنت زراعة الابتسامة اتعدلت بس ما وصلتش للبرفكشن يعني ما وصلتش لمرحلة عالية قوي من التجميل بعدها بقى السنة اللي هو موجود بها دولتي دي طبعا الفينيرز والتجميل وعالم التجميل اللي احنا ايه هنتكلم فيه النهار دي إن شاء الله هو كان عنده ابتسامة لسوية برضو لما بيبتسم اللي لسه بتباتل سنة كان عنده ابتسامة لسوية سنة بس حاجة بسيطة قوي حاجة بسيطة لأ فيه ابتسامات لسوية أعمل ما معلن الابتسامة لسوية عموما ابتسامة لسوية يعني وهو بيدحك جزء من اللاسب يبان أكتر من واحد ونص أو اتنين ميلي بيدي كذا شعور للمريض بيدي إحساس بإن أنت كبير شوية في السنة أو صغير قوي يعني إما يديك إحساس أن أنت كبير أو صغير قوي بيدي إحساس دايما أن الدحكة مش مريحة وبدأ على فكرة المصريين معظمهم عندهم يعني نسبة كبيرة جدا منهم عندهم ابتسامة لسوية طرق بقى علاجها كتير كتير ليها كذا طريقة في العلاج أول طريقة أول طريقة لو شفتنا مثلا حالة زي المعروضة دي دي ابتسامة لسوية تعتبر بسيطة أو جريد ون أو حاجة ديريكت بنعمل إيه بنقص اللاسة بالليزر أو بالجراحة على حسب الكيس وبننكب فينيز لو شفت يا دكتور أيما الكيس اللي تحت الفينيز هتلاها طبعية جدا دي مش أسنانها الطبعية اللي تحت دي قشرة القشرة التجميلية اللي هي الفينيز دي بنحطها كعشان نوصل لأفضل ابتسامة مش بس إن إحنا بنشيل من اللاسة فإحنا بنشيل من اللاسة ملي أو 2 ملي أو حسب ما الديزاين طالب يعني ونركب القشرة طب لو شفنا حالة اللي بعد كده هتلاقي إن الحالة الدية مختلفة دي حالة تانية بالضبط دي حاجة كده اسمها ترحيل للأسنان ترحيل يعني إيه ترحيل بص يا دكتور أيما على الحالة اللي فوق كده هتلاقي الأسنان طويلة صح؟ طب لو أنا شلت من اللاسة بحتي هتتطويلة قوي هتبقى طويلة قوي طب الحالة تحت هتلاقي مفيش لاسة وفي نفس الوقت السنان أقصر من فوق إزاي بقى؟ فحيكة عملنا حاجة اسمها ترحيل شلنا من فوق وأصرنا من تحت فإذا موضوع اللي بتسامن لسوية مش بس بشتغل في اللاسة عشان كده السنان تحت بانت بزبط لذي مفيش سنان تحت بانت خالص وزي غاجة غريبة هتلاقي السنان اللي تحت بانت ده حجم التأثير اللي احنا أسرناه من الأسنان ده انت بطلعت اللاسة بتاع 3-4 ملي 4 ملي بالزبط فالفكرة كلها ان اللي بتسامن لسوية مش بس علاجها بان احنا نقص اللاسة الموضوع داخل فيه الأسنان وبقوة لأن انت في الآخر جاي لي عشان تخرج ابتسامتك أفضل ولا تيجي علاج لك مشكلة اللاسة وتطلع بأسنان شكلها وحش لأ انت بتيجي بشلك من لسة وبرحل لك الأسنان دي تعتبر من الحالات الصعبة مش من الحالات الصعبة طب لو احنا حطينا الحالتين يعني الأربع صور جنب بعض احنا دلوقتي عندنا حالتين بنقارن بينهم لتنين الجزئين اليمين والشمال لهنشوفهم دلوقتي بيعانوا من ابتسامة لسوية الاتنين عندهم ابتسامة لسوية بس الاسلوب العلاجي في الناحية اليمين اختلف عن الاسلوب العلاجي في ناحية الشمال بالزبط الحالة الأولانية اللي هي على ناحية الشمال دي اسمه ترحيل 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 يعني بنشيل من اللسة وبنقص الأسنان من تحت الحالة اللي جنبها مش ترحيل ولا حاجة هو قص لسة وبنركب بس الاشرع عشان اللي بتسامة تبقى أفضل عنهي الأصعب طبعا الحالة الأولى اه طبعا اللي هي الترحيل بالزبط دي عايز بس يرايك في الفينيز الفينيز بقى الفينيز حلوة جدا طبعا مكيمتيريا الحلوة جدا نوحة إيه البينيز ده إيماكس إيماكس ألترا آها إيماكس ألترا بزبط أوكي طيب في قضية تانية عندي وحالة تانية عندي وبرضو على فكرة كانت تقريبا في الكريستيانو الرونالدو حاجة شباهة يعني كده هي هي اللي هي أنا بشوف ناس عندهم اللاترالز مش موجودين تمام ايه بقى اللاترالز دول اللاترالز السنتين اللي جنب السنتين اللي في النص اللي بين الناب والسنة اللي في النص حيلو دول اسمهم لاترالز آه في ناس كتير قوي 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 بتتولد بحاجة اسمها كونجينتان ميسنج لاترالز يعني بدون السنتين دول دي حالات كتير قوي مشهورة جدا طيب علاج الحالة دي إيه حاجتين زي ما عمل كريستيانو الرونالدو كده هو صغير بس هو عمله هو إيه صغير تقويم يقفل السنتين ويزرع طيب هل العلاج ده بيؤدي إيه لأفضل نتيجة هو طبيا آه لكن كتجميليا مش أفضل نتيجة ولا حاجة في حالات أفضل طيب إفرد كريستيانو الرونالدو ده بقى عند 40 سنة وبقى لعيب كورة مشهور ودلوتي 38 سنة وفضل بالكونجينتال ميسنج لاترال ده هلأ نقول له أعمل تقويم وبعد التقويم أعمل زراعة وبعدين بعد الزراعة أعمل فينيلز ولا نقدر نشتغلها أطول لأ بنبدأ نشتغلها أطول فإحنا مش بنختار آه الحل كده وخلاص إحنا بنختار أنسب حل للمريض حالة زي دي مثلا دي كونجينتال ميسنج لاترال كريستيانو الرونالدو كان عنده واحدة بس لنقصها هنا عنده الاتنين نقصين يعني تلاقي السنة اللي في النص السنترال جنبها الناب على طول حلها إيه وفي حاجة تانية كمان الاتنين سنترال اللي في النص فينهم فراغ كبير قوي كبير جدا جدا إنت عندك فراغ كبير بين السنتين اللي في النص وما فيش السنتين الجانبيتين على يمين وشمال السنتين السنترال صح كده؟ بالضبط الحلالي صعبة من أصعب الحلالي جدا الفكرة كلها إحنا في الصورة اللي في النص عالجتنه مشكلة الكونجينتال ميسنج لاترال في أسبوع عن طريق التركيبات التجميلية يعني إيه تركيبات تجميلية؟ أنا دلوقتي عندي سن المريض ووضعه وظروفه لا يسمح بعمل التقويم هل يفضل عايش طول حياته بالسنان اللي فوق دي؟ ولا أقول له في حل تاني فإذا لو أنا دكتور تقويم أو عندي مركز أو أيا كان جات لي حالة أنا معرفش غير حل واحد لها ما أقول لهاش ملكيش غير الحل ده عشان ما تفضلش عايشها طول عمرها وكده أقول لها والله أنت ليكي كذا حل بس أنا بعرف أعمل ده الحالة دي ليه فضلت كده طول الوقت بسنانها زي فوق كده حد حاجة واربعين سنة لأن هي كانت معتقدة إن حلها لوحيت في التقويم وما فيش حل تاني وهي مش هتعمله طيب دي عملنا إيه؟ عملنا تجميل في أسبوع أسبوع بالزبط وصلنا للحالة للشكل اللي تسنيني في النص لاحظ بها معي دكتور أيمن أنا ليه الحالة في النص ما عجبتنيش أوي هتلاقي بعد الأنياب في سنتين برزين قمنا مدخلينهم جوه دي بقى الحالة اللي تحت فالفاينال بتاع الحالة دي الأول بدأنا بالستة أسنان ما عجبنيش أنا النتيجة بتاعت الدروس اللي ورا قمنا مدخلينهم كمان قمتلاقيهم انكليند الجوه دخلوا الجوه اتعمل بقى إيه الموضوع ده كله؟ في أسبوع فالفكرة كلها أن أنا لازم أعرض على البيشنت أو الكلينت أو المريض بتاعي كذا حل وهو يختار الأنسب له مش بقوله ما فيش غير حل واحد هو التقويم وما فيش غير حل غير كذا لا في حلول كتيرة وإنت بتختار الأنسب بتقوله مميزاتها وعيوبها والله أنا أقول لك مميزات التقويم كذا وعيوبه كذا مميزات التجميل كذا وعيوبه كذا وهو يختار بالزبط وعصد فيه الناس كمان لما توقطوا لهم خطة على أجهة محددة واحدة بس ممكن يرفضها وما يجيش تاني ويروح ويفضل بسنانه فيها مشاكل يعني مثلا كريستانورالدو اللي احنا عملنا بيه بدأنا بيه لو كان فضل لسنه دلوقتي بوضعه دلوقتي بالشهرة اللي هو فيها بالمسنجلاتري اللي عنده ده وجيت تقول له عمل تقويم اللي هو عمله بيه هيقعد سنتين عمره ما يعمله هيعيش بيه كده لكن ما تقوله فيه حل تاني اللي هو التجميل بيتعمل في اسبوع هيعمله انت عندك مشكلة كبيرة جدا في الشعب العربي كله الفراغات بين السنان وبعضها ليه فيه فراغات بين السنان وبعضها كتير بين العرب الفراغات بين السنان وبعضها ليها كمان كذا شكل وكذا هيئة بيزداد صعوبتها وبيقل على حسب اللي سبيس ده موجود فين ويوني لاترال ولا بايلاترال يعني ايه يوني لاترال ولا بايلاترال يعني في حتة واحدة بس فيه سبيس ولا السبيس ده متوزع هنا وهنا مين وشمال طب ليه السبيس كتير ليه الفراغات كتير حاجات كتير قوي منها بقى وانت صغير مثلا بتخلع الأسنان اللي بانية بدري حد بيحط اسبوعه بقه هو صغير حاجة كونجينتال ميسنج لاترال اللاترالز أصلا ما طلعوش كذا حاجة الخلة ما تدورش فيه الخلة تعمل جيوب حاجة تانية ممكن يبقى فيه سبيسنج ان الفك نفسه يبقى كبير والسنان حجمها صغير فيبدأ يظهر السبيسنج ده لو شفنا مثلا حالات زي المعروضة ده ده يستمر أشهر فراغ في العالم بالزبط بس فيه ناس بتحتفظ بيه بيقولك بيجيب رزق وكده حالة مثلا زي دي ده الدياستما ده سبيس في النص مشهور قوي عند كل الناس ليه حلين الحل الأولين يتقويه والحل التانية تجميل أنا بقى ميل للتجميل في الدياستما ليه؟ لأن الدياستما دي أشهر حالة بتريكوفر بتريكوفر يعني بترجع تاني يعني دي لو سفرت السحل اسبوعين ونسيت المثبت بتاعها بعدما عملت تقوين في سنة سنة ونص هترجع كده تاني الفينيرز ما بترجعش فديت عملت من الحل اللي فوق للحل اللي تحت في أربع خمسة أيام تمام؟ في بقى فكرة في تركاية في الحل دي السنين اللي فوق عريضة ولا مش عريضة؟ عريضة عريضة خصوصا السنترل طب انت لو قفلت المسافة مش العرض هيزيد هتبقى إيه؟ طب بص بقى تحت المسافة العرض قل ومسافة قفلت آآ آآ فتركت ومتري حلو قوي آآ كانها طبيعية كانها ناتشريل لأ وأتركتب يعني فعلا يعني جزابة للعين البنت دي زي يعني هي فعلا حد زي الأمر بس أنا كنت بقول لما تتحق يعني لأ انت لازم تعملي سنينك لازم تعملي سنينك هي كانت جاية مع مميتها هي اللي بتشتغل فاسنها وهي أنا شفتها قلت لها أنت لازم تعملي سنينك مميتها اللي كان بتعمل سنينك بالزبط آآ الفكرة كلها فإن أنت تقفل الفراغ ده فأربع خمس أيام بالفينيرز آآ بستة فينيرز بس كمان باللون ده بالشكل ده من غير بقى ما تخش في الهسل بتاع التقويم وبعد التقويم نسيت أنا مش بعيد في التقويم لا التقويم ده علمي رائع جدا ولكن في حلول أخرى آآ آآ وحلول حسب رغبة الدمارية بالزبط في بقى حالات تانية من الـ من الـ من الـ من الـ فراغات آآ ده دي أصعب دي صعبة جدا دي بقى الفراغات بقى كليسيكية بتاعت السينما بالزبط بالزبط في السينما لما يحبوا يعملوا فيلم روع بيعملوا الفراغات دي والحالة دي صعبة يا دكتور أين آآ تلاقي في فراغ مش موجود في الشمال اللي هو اللي بعد السنة اللي في النص آآ ف المسافات مش متوزعة آآ حالة زي دي عملنا فيها ايه دي برضو عندها حطينا بص يا دكتور أين شايف السنة اللي في النص ناحية اللي مين اللي هي الفضية آآ بعدها في فراغ حطينا فيه سنة بعدها فيه اللترال لابنا نيب فالحالة دي من أصعب حالات التجميل ان انت توزع المسافات دي بالشكل ده فاربعة خمسة ين برضو طبعا واضح ان سنة الكلاينت أو المريضة كبير فمش تعمل تقويم مش هتعمله انت ما تجيش لحد عنده سبعة وخمسين سنة تقوله اعمل تقويم هل ينفع ولا ما ينفعش ينفع هل هيعمله ولا لا مش هيعمله حسب برضو هو قراره فالحالة دي أنا أنا بحب الحالة دي جدا لان هي متوزعة المسافات بتاعتها حلوة قوي والكيس صعبة يعني فراغات مش متساوية وطلعك بالنتيجة دي روعة روعة جدا 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 في بقى حالات تانية أصعب من دي في المسافات حالة زي دي بقى برضو دي اللي هي الكلاسيكية بس دي قديم على فكرة انت قالها سنين عمر سبيسز دي اه ودي انت لو لاحظت يعني الفراغ اللي في النص ده انت ممكن تحطي في سنة أصلا اه طبعا وفيه كونجينتال أبسنس لاترال مش كده ولا ايه ولا انا بتقلي اه لأ مفيش كونجينتال بس فيه سبيسن كبير يديك احساس ان هو ميسنج اه يعني هو ميديك احساس من كتر الفراغ كبير ان مفيش لاترال دي حالة صعبة جدة هتتفاجأ بقى بالنتيجة بتاعتها لو شفنا الصورة اللي بعد بص بقى تعملها زي اه ممتازة يعني لو جبنا ليه تعملها تجميل بس مفيش زراعة مفيش زراعة تجميل كله تجميل في اسبوع اه اربع خمس ايام بالزبط لو شفنا بقى الحالة اه قابله بعد مع بعض هتلاقي كانت صعبة يعني تحولت يعني انت ممكن تشك ان دي هي دي غير من الحسن اللي موجودة من ناحية اللي مين دي لكن سؤالي بترسم الحالة يعني انت بتاعت ترسمها طبعا دي سميل دي زاين ده بقى الف بيه تصميم ابتسامة تصميم ابتسامة دي تصميم ابتسامة دي تصميم ابتسامة بالميلي دي ما تطلعش كده من غير تصميم ابتسامة يعني دي مش بنبرد الاسنان ونبعد للمعمة الوجي لا 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 ده بعارف انا برد منين وناحية ايه برد من دي نص ميلي ومزود هنا ميلي وطلع فوق وقصص كبيرة الفكرة كلها في السرعة البيشنت دي اول ما بتقول لها انت هتعملي سنينك فاربع خمس ايام هتتحولي من كذا الى كذا هي اصلا ما بتبقاش مصدقة مم مم في حالات فارغات تانية وللاحنا كده خلصنا كل فارغات بقى كده 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 فارغات كده حلوة قوي انا بقى سؤالي فيه هوليود اسمايل هوليود اسمايل فيه ناس بتعتقد انها عاش تعمل هوليود اسمايل لذلك متعمل سنينها كلها وده حقيق مدي قدام كتير من الناس يعني اما دي جي تفكر هوليود اسمايل أنها سعمل كل سناني فكل سنة يحسبها بالالحسبة كده كل سنة هتتكلف كذا ففي العدد السنان هي برقم بالنسبال الناس كتير هل في عدد معين ممكن مينيمال أعمل به هوليود اسمايل في بعض الحالات خلينا نتكلم الأول يعني إيه هوليود اسمايل هوليود اسمايل دي مفيش حاجة بتتبع كده اسمع هوليود اسمايل دي إيه زي ما احنا متفقين دي نتيجة الدكتور الشاطر هو اللي يطلع لك أحلى نتيجة وأحلى ابتسامة بقى اللي تدخل منه إيه الفرق من المهندس والمقاول المقاول هياخد من العميل فلوس أقل هيهضر له أكتر في الخامات يعني إيه حتى عشرين طن اسمنت على عشرة طن ويزود ما هو مش حاسب حاجة هو بيزود عشان يحط نفسه في السيف سايل المهندس يعمل إيه لا يحسبها بالملي بدل ما المقاول مثلا بيجيب عشرة طن اسمنت المهندس ممكن يجيب ستة ليه لأنه عنده علم ودارس فمش عايز يحط نفسه في إيه أرايح دماغي وخلاص فالدكتورش الشاطر هو اللي يوصلك لأحلى نتيجة بقى أقل تدخل منه مش بس إن أنا خلاص تعالى أنت محتاج حاجة عايز تعمل هوليود اسمايل إيعمل بقى عشر سنان فوق عشر سنان تحت لأ إحنا لو شفنا مثلا حالة زي اللي موجودة دي أنا دي اسمها هوليود اسمايل طبعا اسمها هوليود اسمايل عملنا كم سنة عملنا أربعة فقط أربعة بس بس طب ليه طب لو طلت لو عملنا مثلا تمانية هتبقى أسهل هتبقى أسهل بس أنا هتدخل في سنان أكتر طبعا أنا كده مش دكتور الشاطر فالدكتور الشاطر هو ليوصلك لأحسن نتيجة بقى أقل تدخل منه لو شفنا حالة غير دي دي مثلا كيس دي صعبة دي عندها أوبن بايت وعندها ريفيرس اسمايل وعندها كل المشاكل بتاعت عدم اتصاق الابتسامة يعني الابتسامة بتاعتها معكوسة عندها أوبن بايت عندها الأنياب طويلة تديك إحساس إنها شريرة شوية عندها حاجات كتير قوي دي بقى ما ينفعش نعمل لها أربعة دي لازم نعمل لها فوق وتحت فالفكرة كلها إن مش كل الحالات مفيش حاجة اسماها كام سنة وكام عدد للوصول للهوليد اسمايل الحالة محتاجة إيه؟ اسمايل كيرف فوق يا دكتور أيمن هتلاقيه معكوس مستحت هتلاقيه ماشي مع شفتها اللون كل حاجة مظبوطة ده بتتعامل في قد إيه دي 4-5 إيه ففكرة السرعة أنا بالنسبة لي حاجة مهمة يعني بزيادة وكمان إنه مفيش بقى فكرة يعني فيه يعني حجة لبعض الناس ومش حجة يعني أقصد أقول فعلاً ظروف الاقتصادية لبعض الناس يقولك أنا مقدرش يعمل سنين كلها بزيادة إحنا هنشوف الوضع إيه وممكن يتعمل بأقل قدر يعني أربع سنين حلوا مشكلة حلوة وممكن بعد كده لو عايزة تجمل أكتر بتكمل أكتر بزيادة بزيادة مشكلة بزيادة كذا بديل كذا بديل ده فيه بديل كتير جداً الفكرة كلها أنا مشكلتي مع معظم دكاترة الأسنان اللي بتقول تقوين بزيادة أو اللي هما ملتزمين بطريقة علاج موحدة إنه هو ما بيعرضش على المريض بتاعه الحل الآخر حتى لو هما بيعرفش عمله يعني أنا لو ما بعرفش عمل زراعة ما ينفعش أقول للمريض بتاعي الزراعة وحشة لأ أنا هقوله والله أنا ما بعملهاش بس أنت ممكن تسأل في حتة تانية ممكن يكونوا بيعرفوا يعملوها ده الحال في التجميل أنا ما تجيلي حالة مش عايزة عمل تقوين لأ مفيش غير حال للتقوين يا دكتور أنا مش هعمل تقوين مش هركب حاجة عندي فوبيا من الحاجة تتحطي فوقي عندي مثلا إن أنا مزيعة أو حاجة عمري ما هركب بريس عندي إن أنا في وظيفات كذا عمري ما هركب ممثلة ممثلة قوله في حلول أخرى أنا ما بعرفش عملها لو شفتنا مثلا حالة زي اللي موجودة زي كده بالضبط الحالة دي دي لي عايشة دي مثلا عندها في أواخر اللي أربعينات لي عايشة طول العمر كده ليه؟ لأن مفيش حلول أخرى اتحطط لها طيب الحالة دي وفقت بالتقوين دكتور التقوين رفاضة قال دي مش هتنفع تقوين لأسباب لها علاقة بالبون والعظم والحاجات دي فإذا فضلت بقيت حياتها عايشة كده لأنها فكرة إن حلها الوحيد في التقوين بيش نزول على فكرة ما بيبقوش جاين لي داير كده بيبقى جاي مع حد مش جاي بيكشف بجد يعني هو عارف إن هو ما عندوش حل غير التقوين تمام؟ وخلص وأنا مش عامل تقوين فمش اسأل ما بيسألنيش حتى من اللي بقوله وريني سنينك كده انت ليه سايد نفسك كده؟ يقول ليه أنا مش عامل تقوين أقوله طب في بديل للتقوين في تركيبات تجميلية في قشرة في في نيرز هتعيش معك طول الحياة تتعامل في 4-5 أيام باللون اللي انت عايزه ليه ما نعملهاش فأنا لازم أقول للمريض بتاعي أو الكلاينت بتاعي أبقى honest أو أبقى عندي أمانة إن أنا أقوله إن في حلول أخرى حتى لو أنا ما ببعرفش عاملها بس هادي الفكرة كلها إيه يعني إنت قلت لي جملة مهمة قوي لازم نختم بيها بقى جملة دي يعني إيه مريض بيبقى جاي مع مرافق ومش في دماغه إن هو يعمل هو بيبقى جاي مش في دماغه ولا جاي يستطلع لأ ما بيبقاش جاي في دماغه إن هو جاي فقد الأمل في التريتمنت بلان المحتوضة في الخطة العلاجية اللي تقالت له اللي تقالت له يعني هو تقاله من خمس ست دا كاترة والله يحلك مش هينفع غير التقوين فمش خلاص أنا مش هعمل تقوين فمش هعالجها فهو مثلا بيبقى جاي مع زوجها مثلا أو أخوها أو أي حد وبنتكلم مع بعض سيب أسنانك كده ليه لا لا يا دكتور أنا مش هعمل تقوين هو أنا قلت لي كمية تقوين معه منفعش حد في آخر الاربعينات أنا أقول له هقول له الحل بتاع التقوين موجود لكن مش هقول له يعني مفيش حل غير التقوين مع التركيبات التجميلية طلع طبعا شكلها أحلى بكتير أو من التقوين ومش بعيد في التقوين ولكن في حلول أخرى وحلول أبسط وحلول أسهل خصوصا في عصر السرعة اللي إحنا عايشين فيه أجمل شيء في الطب لما يكون في حاجة اسمها وده قيمة الطب الحقيقة خطة بديلة بكل فروع الطب بالضبط الخطة البديلة تعني أن الإنسان ده واسع الحيلة وواسع الحيلة دي هي قيمة الشاطر الشاطر هو واسع الحيلة هستطيع أن يجد حلول مختلفة زي بالضبط أما بركب مع أحد بيسوق ولقيه عنده احتمالات كتير للطرق أعرف إن ده محترف مش هاخدني بالطريق ده ولو تقفل الطريق ده ولا جل ما يجيب اس خلاص إحنا ما هنروح بقى ما فيه مش هنروح نوصل لا ده ده فيه طريق احتمال تاني والت احتمال تالت وإحنا ممكن نطلع طريق تالت رابع خالص ده بقى البروفيشنال ده المحترف نورت أسعدتنا في واحدة من حلقات الممتعة علميا المتنوعة تفسحنا أو تفسحنا يعني تنزهنا بقى وشفنا واحدة من أهم الحاجات في الطب الأسنان اللي مزعجة جدا جدا بسامة اللثوية اتكلمنا في حالات مهمة جدا للفراغات سواء فراغات اتولدت بيها نتيجة غياب مكان أو اتوجدت مع الوقت نتيجة عيوب في تكوين العظم بالنسبة للسنة تكلمنا بالتفصيل عن هوليوديو سمايل ما بين الفول قرش أو التصليح الكامل اللي هوليوديو سمايل عمل السنان كلها أو عمل عدد محدود بس تديني النتيجة وده شيء رائع جدا وخصوصا في ظروفنا الاقتصادية وانتهينا بشكل مهم جدا إلى أن التجميل واحد من البدائل المهمة جدا التي تكون خطة علاجية ناجحة في التوقيت وفي النتيجة لكثير من الناس ضيف العزيز دكتور عبد الله متولي أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي لطب الأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم اللي بتسام المؤتمر من البي دي سي بنجل ترى واحد من نجوم عالم تجميل الأسنان نورت وأبدأت كعدتك حليو يا دكتور عين خليكو دايماً مع الدكتور موسيقى 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 اشتركوا في القناة اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا مع خيمة علمية كبيرة في عالم المخلق اصاب في عالم علاج الالم في عالم البي اربي هحكي لكم قصص مهمة جدا 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 وبجد بقى في الليام دي حطوله تحت كلمة جدا دي الفين خط حصلت قصة مهمة قوي انه شخص ما في امريكا بيمشي على نوعية معينة من الادوية فيها مسكنات قلم وفي اشرف طبي هناك ما يمدقلوش يمشوا من غير اشرف طبي ومسكنات الالم طالت معا شوية فمراته لاحظت حاجة غريبة جدا راجل ده كان هادي متزن بسيط في تقراراته راجل لطيف يعني لقيت انه بعصب جدا ولقيت انه في السواقه بالذات عنيف وبيتخذ قرارات ما كانش بيعملها قبل كده وفي مشاهدة المباريات بقى متحمس زيادة عن اللزوم بطريقة قلقتها شوية لدرجة انه بينفعل عليها لما بتدخل في الكلام معاه أثناء مباراة وده ما كانش بيحصل للي كده لقد كان راجل موزب جدا بدأوا يبحثوا لقوا انه أدوية مسكنات الألم لها تأثيرات مخية عليه في منتهى الأهمية قاضي فرنسي بياخد أدوية كان من ضمنها مضادات تلقائية او مضادات مكتوبة للباركنسونيزم بلس برضو مسكنات الألم مرض باركنسون لقوا انه بقى مدمن أمار دواء ادى الى انه خلى لدرجة ان القاضي رفع قضية على شركة الدواء قال لك لا ده غيرت البيهيفير بتاعه تماما واحد تاني نفس الكلام بقى أكثر عنفا بارا سيتامول ومسكنات الألم مش من الحاجات اللي الناس تاخدها بمنتهى الاستهزاء والبساطة واحد تالت خد مسكنات ألم لفترات طويلة بس ده من منطقة الموجودة في البحر الكريبي تغير البيهيفير بتاعه وكتب او قال يعني بعد ما قد عبض عليه نتيجة ملاحقته للبنات الصغيرة بعكس بنات صغيرة انه مسكنات الألم وأدوية معينة هي اللي غيرت البيهيفير بتاعه وكان محترم طبعا ممكن الكلام يعني برضي يبقى فيه مبلغة لكن كتب هذه الحالات وغيرها كتير كمرجعية انه فعلا مسكنات الألم تلعب دول مهم جدا في تغيير البيهيفير في حاجة ملاحظة جدا انتشار إدمان مسكنات الألم فيه ألم لكن فيه بنات كتير وشباب كتير بياخدوا مسكنات الألم إدمان كأدكشن البيهيفير بتاعهم وطبيعتهم اتغيرت بشكل كبير عشان كده وإحنا بنفكر ليه في حوادث بتحصل في مجتمعنا بين قسين قسية بين قسين تعتبر فيها مبلغة وغير متوقعة ومن ناس ربما يبانوا هاديين لازم نحط في الاعتبار ده مش مبرر وده مش تفسير للحادث لكن لازم نحط التفسير أو يعني حط في اعتبارنا فكرة مسكنات الألم اللي تتاخد عمال على بطال صداع ياخد مسكنا ألم ألم في عضلات ياخد مسكنا ألم بدون الرجوع إلى المتخصصين ناهيك بقى عن الكلة وضمرها والسبب الأساسي دلوقتي للغسيل الكلوي الموجود في مستشفيات هو تناول مسكنات الألم بدون إشراف طبي تعالوا الرحب بضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم المخ والأعصاب ضيف المبدأ دائما في حواره الأستاذ الدكتور أيمن عينب الألم قصة مثيرة جداً في عالم الطب النار مهما كان لها ضرر بس ما نقدرش نستغنى عنها والالتهاب مهما كان لي ضرر الجسم ما يقدرش يتخلى عنه الإصابات قصة غير إنها مثيرة ومؤثرة على صحية أي إنسان هي مؤثرة على كاريره أحياناً على مستقبله المعني لو هو رياضي المسكن بيدرك على المضى الطويل وبيمنعك من إنك تتخلص من الألم أو كنت تعالجته بدري وتخلصت منه وتخلصت من المسكن دي حالة أنا خدت فيها قرار الجراحة ده ديسك ضغط على الحبل الشوكي وكان مؤثر علي جامد وبدأ يحيخش في جلطة في الحبل الشوكي طبعاً في عرق النساء اللي إحنا عارفينه ده عامل زي الكوربانج اللاسعة كده بتيجي كهرباء في الرجل أثناء المشي تخلي المريض ما يقدرش يكمل من الشواء يعني 50 متر يعود 10 دقائق يعود وبعدين يرجع يمشي دقائق فدي ينام يريح يبقى كويس ده نزل لغضره فيه مريض الألم مريض ينبغي أن نخف جنبه وتنطور البحث العلمي بشكل كبير جداً منطور الأساليب العلاجية بحيث أنها تنقذه من مصير أخذ أدوية وربما أدوية بدون إشراف طبي وربما يعد ده ويدخل في مرحلة مخيفة جداً مريض الألم ويدخل للمخطرات ودي حاجة في انتهى الأستاذ الدكتور أيمن عنب أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا زميل الجماعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا أستاذ الدكتور أيمن عنب أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري الأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة والحاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم الفيسيولوجية الخاصة بالجسن من ميلانو الإيطالية وزميل الجمعية العالمية لمناظر العمود الفقري الفرنسية أهلا بك دكتور أيمن عنب قبل ما ندخل النهاردة في قطار الشفاء الحلقة الثانية أو بارتتو ما رأيت فيه ما قلتو حول مسكنات الآن كل الكلام هايل وفيه أكتر من كده بكتير كمان أنا معظم عينين اللي بيجوا مزمنين عندهم زي ما حضرتك بتقول تغيير في الشخصية بسبب المسكنات مش كده بس كمان فيه ناس كتيرة بيقول لي الأطباء مكتر المسكنات منعينه من أي علاج فهو بعد سنين من المسكن بيكتشف أنه ضر نفسه والمرض بيستوحش أكتر من الأول وفي نفس الوقت مش عارف حتى يسكن الألم يعني المسكن بيدرك على المضى الطويل وبيمنعك من أنك تتخلص من الألم أو كنت علاجته بدري وتخلصت منه وتخلص من المسكن هو ده علاج على مش على يعني للحالات الطرقة يعني واحد فيه إصابة ألم بعد الجراحة أيام أسبوع أسبوعين إنما ما يفعلش سنين لأنه في الآخر مش هو ده الحل ولا الإنقاذ بس طبعا إحنا ما بنلومش حد لأن المريض مضطر مضطر أنه يكمل حياته من غير ألم أو مضطر أنه يرجع لحياته الطبيعية فبيحاول يلاقي مخرج بس لازم تدرس تأثير مسكنات الألم تحديدا وبعض الأدوية الأخرى على الحالة العقلية آه طبعا هو ده شيء مهم جدا شيء مهم جدا طبعا زي ما حرك بتقول بس ده في الدول اللي ليها إشراف طبي يعني ما فيش قرص مسكن بخرج إلا بروشيتة من طبيب بعدد إراث معينة المدة معينة إحنا يعني لسه موصلناش لمرحلة الإشراف الطبي على المسكنات لأن إحنا شايفين لسه أن المسكنات يعني مش كلها مضرة بس طبعا زي ما حدرك بتقول لازم تخش تحت الملاحظة لازم تخش تحت الملاحظة وإحنا بنتكلم دايما في استطافة الحضرتك يعني مثلا ناس أول ما تقرأ الطائل أستاذ جراحة المخوة العصاب يتوقعون أن الحوار هيكون جراحة على العمليات عملية صحيح وده وارد في بعض الحلقاتنا بنتكلم فعلا عن جراحة وده ده اللي بيحصل كان في الأول كان كل كلام عن الجراحة وكان حاجة اسمها ميند ست يعني دايما مخ بيروح للجراحة وإما بشوف المريض بأشعاته دايما مخ بيروح للجراحة بس يعني أنت في حاجة كده اسمها مرحلة النضج المهني أكيد أنت عديت بيها وكلنا عدينا بيها أنك بترجع خبراتك السنين وتجميع نتائجك وبتشوف أنت ماشي فان اتجاه وهل اللي بتعمله فيه أحسن منه ولا لا يعني دايما بتشوف المرحلة اللي بعد كده أنا حديك مثال كده لو إحنا أحد مقيم في بيت قديم والبيت بيتشرخ والحطان بتتشرخ والعواميد بتتشرخ وهو ساكت كل اللي بيعمله لما تيجي مصورة الماية الحطة تميل عليها تكسرها أو تسدها حيجيب حد يرجعها سليمة الكهرابا قطعت لأن السلوك دابت يجيب حد يوصلها تمام بس هو لسه البيت نفس المشكلة فيه ما تحلتش ده اللي بيحصل في العمليات إحنا دلوقتي لما يبقى حد عموده الفقري متهالك وضغط على العصب بنخش نوسع على العصب وبنسيبه ايه متهالك لما بيبقى فيه دي قناة عصبية رجله مش عارف يمشي بنسلك العصب يتحسن بس لسه السبب موجود بعد شوية يجيلك بمشاكل تانية أو يخرج من العملات ما تحسنش مع أنك عامل عملية بالنسبة لك ممتازة وكنت جوه العملية خارج منها سعيد جدا بس تفاجأ بنتائج مختلفة تحلل كل المحتوى زي ما أنا حقلت لحضرتك أنك عايش في بيت متهالك رأيك نجدد البيت ده ونخلص وكل حاجة تتحل وده اللي بيعمله بي ار بي فبيديني اللي أنا عايزه أن أنا بجدد جسم المريض بدأ لما بصلح كل منطقة بوز وارجع استنى اللي هتبوز بعدها أصلحها تاني لأن المشكلة مش هتنتهي ده فكرة تجديد الجسم بالبي ار بي أو بالعلاجات البنائية عموما اللي هو الجيل الجديد في العلاج زي ما حضرتك قلت المسكنات ننساها دلوقتي احنا بمصلح اللي بوزه الزمن بنجدد شباب الجسم باختصار فده داني نتائج أعلى من عملياتي في عشرين سنة حللي مشاكل أنا كنت بحلها بالجراحة واكتر وتقريبا لقيت أن كل العانين اللي بعملهم عملية رجع عليهم تاني بالبي ار بي بسبب بقية المشاكل التانية في البيت المنهار اللي ما تصلحتش بالعملية احنا لازم نعرف ان العملية دي ميشن مهمة رايح كده فرقة تعمل تفجير هنا وترجع لا الحرب خلصت ولا احنا كسبنا انما دي مهمة فهي الجراحة كده مهمة تحرير العصب وترجع بس لسه دهره ملخلخ لسه مفاصل بتطلع ألم لسه العضلات ضعفت لسه مشيته مش مزبوطة لسه عنده ألم تانية بصور تانية فهو كان فاكر ان كل حاجة هتخف وده اللي كان بيتقل له دايما قبل العملية اعتقد عمل العملية هتخرج زي الفل هو انا كجراح بقولك هتخرج زي الفل في النقطة اللي هشتغلها انما مش في حالتك كاملة وده الفرق بين توصيل المعلومة الصح الكاملة للمريض او توصيل الجزئي مهم فزي ما كنت بقولك انا كنت مين سيت ان انا دايما حاطت في دماغي جراحة بس ما بصيت على الصورة الكاملة في البازل لقيت فيه احسن من جراحة زمان كانت لما روح سانمة معيام من سامن بقى او مصرح في ناس بتدخل الصالة في ناس بتطلع بنوار في ناس بتوعد في الصفور المامية او الخلفية اللي بيحدد نوع التذكرة صح المعايير فالعيام بيجي لك حضرتك بحسب نوع التذكرة اللي احنا نفهم ايه بقى المكتوب بتذكرة بتعمل المعيار هل هيعمل جراحة هل هيروح لعلاك دوائي هل هيعمل ممتاز اه زي محرج بتقول عندنا معايير من اول ما السكرتيرا بتقابل المريض هيعارفة الحالات اللي احنا بدأ اقبالها والحالات اللي مش بنقبالها والمعايير دي كتعمل لنا مشكلة برضو ان في حالات مصممة انها تيجي وتتعالج وهي علاجها مش عندنا باختصار كده اي عين عنده أو عنده شلل أو عنده مشكلة غير قابلة لحالة مش هقدر افيده انا مش هقبله مش هنبدأ العلاج ولازم هو يفهم كده لوزنج ماني صحيح ممكن اوجهه في حتة تانية ووصله لك طبيعي لا بالظبط للمكان المناسب ادي له ريكمنديشن توصية وهو يكمل انها مش هقدر عليك حد مش هستفيد بالعلاج معايا دي نمرة واحد نمرة اتنين انا شخصيا عندي معايير بقى في اختيار المريض بعد ما بشوفه اكشف عليه واسمع الشكوى واشوف اشعاته زي ما بقول لحضراج بركب الصورة الكاملة وبعدين بشرح حوله بقى بعد كده انت لو تعالجنا الجزء ده حيتحسن لانت عندك مشكلة طرقة لازم حنعمل عملية ونرجع تاني نتعالج لان المرحلة اللي انت فيها دي خطر لو استنينا هتفقد اعصاب ومش هترجع تاني او ان احنا لأملناش جراحة لان بعد الجراحة زي قبل الجراحة مش هتفرق كتير حالة متابعة بس ونشوف الحالة سابتة ولا لا وفي امثلة اشعات حواريها لحضرتك على حالات انا خدت فيها قرار جراحة وفي حالات خدت فيها قرار علاج بس دي حالة انا خدت فيها قرار الجراحة ده ديسك ضغط على الحبل الشوكي وكان مأثر عليه جامد وبدأ يخش في جلطة في الحبل الشوكي المكتوب عليها قبل دي الغضروف وبعد دي كيج اللي هو القفص الكربوني اللي تركب حبل الشوكي اتوسع عليه والعين رجع سليم جدا الحالة دي اتعمل لها عملية توسيع من الخلف بس فيها نقطة بيضة كده اسمها كادمة في الحبل الشوكي او ميلو ماليشيا دي منطقة ماتت في الحبل الشوكي من كتر الضغط ودي بتسيب اعراض للعين زي قبل العملية بالزبط ف ما تحسنش بعد الجراحة في حالة تانية زي دي كده عنده غضاريف ثلاث غضاريف بس مش ضغطين على الحبل الشوكي دي منش عمليات لان مش كل غضروف مضر مش كل غضروف هنجر ورانشيله لازم يكون ليه معنى من العملية لان العملية مش هزار العملية هو زي ما قلت حراك مهمة بس في نفس الوقت غير مضمونة العواقب يعني الامور لازم تبقى تحت السيطرة وساعات ما بتبقاش فمش عارفين المضاعفات الممكن تحصل ايه فما منخشش على اي كلام لازم يبقى في سبب مهم فدي ملهاش جراح ده عليك بس او PRP علشان نقوي عضلات الرقبة نودي الالم بتاعت الرقبة الخشونة وعشان الحالة ما تزدش هل النتائج في شعوب بتختلف من شعب الشعب المطقة العربية مثلا ما فيه يمنيين وفيه مصريين وفيه السعوديين وفيه كويت هاي السؤال ممتاز هاي لا مختلفة طبعا احنا زي ما قلت حراك قبل كده ان احنا بنتفاعل مع البيئة اللي حوالينا يعني احنا كبني قدمين عندنا جينات الجينات دي ورصية ففيه شعوب عندها حاجات قوية وحاجات ضعيفة امراض بتيجي في شعوب وشعوب لأ فيه البيئة المحيطة بينا احنا جسمنا بيكبر منها فدي مهمة جدا اللي بيئته سليمة دايما عنده توازن في جسمه بالانس فعنده منع قوية وتحسن من احسن الناس الشعب السعودي النتاج سريع جدا معاه بمعظم الاعمار واعتقد دي بركة سيدنا ابراهيم ودعوته وكمان الصحراء بتدي طبيعة طبعا والطبيعة برضو الجينات البدوية من اقوى الجينات بعدها بيجي اهل السودان اهل السودان بيئة ومراعي وشمس فالبيئة عندهم ما فيش اي تلوث النتائج ما شاء الله من احسن نتائج زي اهل اصوان عندنا لقصره اصوان من احسن نتائج برضو اهل اليمن اهل الجبال والغذاء المتوازن الغذاء له دور مهمة جدا لحم نوع اللحمة اللي بيأكلوها جدا يعني احنا للأسف فيه ناس كتير برضو خلت اللحمة عندنا بنصر فيها حالة يعني مش جيدة للغاية التلوث الغذائي المائي الهوائي المراعي كل ده بيفرق لان احنا الجسمنا بيجبر من البيئة اللي احنا فيها اهل ليبيا واهل الصحراء من احسن النتائج فبالترتيب كده هم دول من احسن نتائج في الشعوب اللي حوالينا احنا عندنا مكان في مصر مكان في مصر ما بنستغلهاش يعني سيوة والحيطة دي الاستشفاء فيها رائعة كده يعني مين اللي بيروح في سيوة او بيزورها اللي يبقى عليناك بتروح بيئة سليمة يبدأ جسمك يجدد نفسه دايما زي ما بيقول لحضرانك احنا ربنا خلقنا في احسن تكوين البيئة اللي حوالينا جزء كبير بعد كده من تفاعلنا وان احنا نتغير فممكن تركبتك تتغير للاحسن او الاسوأ على حسب البيئة اللي انت محيط بيها هل في تقسيم تاني للكاتيجوريس حسب السن لانواع بتاع الاتجابات اه العينين عموما يعني احنا لو هنقول من من 14-15 سنة لعشرين سنة ده سن صغير ده سن لسه بيكبر ومفيش خبرة في الحياة فده صعب جدا انك تقوله قرار عملية ما تقدرش تقوله قرار عملية ولو ان دلوقتي فيه حالاتك ومنها عارضها لحضرتك برضو حالات الصغيرين في السنة بيعندهم ديسكات 14-15 سنة او 16 سنة وعملين عمليات تسبيت ما شرح ما صمير دي حالة كانت برضو يعني في الاماكن دي ألم في العضلات كانت مريضة من الكويت كانت عامل عملية غادريب في فرنسا في الركب وتحسنت كعملية انما ما تحسنتش كألم وقعدوا معها شهرين علاج طبيعي ومش عارفين يعمل ورجعت وكانت يعني مستقى جدا من العملية ومن العلاج وبالفحص طلع ان في مشكلة برا الرباء في العضلات وهي العاملة المشكلة اتعالجت بالPRP الحمد لله من خمس سنين لغاية النهاردة سعيدة جدا وسليمة جدا ومواصبة على الأساليب العلاجية اه هنا مثلا ده حالة دي قناة عصبية بين القناة عصبية البيضة وبعدين في النص اتقطعت كده معناها انها تخنقت في ثلاث فقرات ده مريض كان عندي يعني عائلته كلها تقريبا بعالجهم وبعدين عنده شكوى انه بيمشي خمس دقايق يوطي رجله تنمل يقعد سنه كم اه اربعينات تقريبا اربعينات وكان لازم يعمل عملية وكتبت له خلاص التحويل وحبعته المستشفى عملي التحليل فعرضت عليه قلت له ايه رايك ما نتعالج بالPRP انا بشوف منه نتائج كويسة قال لي اوكي خد اول مرة تحسن جدا بدأ يمشي فوق الربع ساعة لنص ساعة بعد كده كمل خفينا بقلنا سبع سنين سلام حوريك الاشع بتاعته بعدها اللي على اليمين دي قبل هتلاقيها مقفولة قناة العصبية اللي عليها اسهم صفرة وبعدين بعد رجعت فتحت اللي عليها اسهم حمرة فالخشونة قلت الزواد العظمية قلت قناة العصبية فتحت الدم وصل للعصاب اللي ماشي تحسن والامور بقت هيلة لما ساعات بيتعب شوية خفيف بيجي لي انما محافظ على دايما بيمشي ساعة لربع ساعتين في اليوم زي ما هو عايز ما بقاش عنده مشكلة دي عملية دي حالة عملت تسبيت فقرات ودي مريضة من السعودية وكان يعني قبلها ما كانش في مشكلة تحتاج تسبيت بس برضو وعملنا تسبيت وخلاص يعني امور كويسة وكانت بتتعالج بالPRP وزي ما قلت حضرتك دايما الجراحة بتحسن تحسن جزء انما في مشاكل اخرى موجودة بنعالجها زي الام الظاهر زي تنميل للرجل مش كلها بتخف وما كانش ليه اي حاجة تانية ممكن تتعمل وفجأتي بيها جاي عامل عملية تانية من غير اي لازمة اه عشان كان عندها التساقات وجاية في مشكلة في النص التحتاني كله اسفل الجسم ما بتحسش بيه خلاص فقط الاحساس اه مفيش اي حاجة في الاشعة فيها مشكلة وطبعا ملاش اي تدخل تاني بس المشكلة تفاقمت مش تحلت بالجراحة التانية اه حمد الله بعد الـ الـ الدنيا اتحسنت ورجعنا تاني نحس وكله تزبط والالام كلها راحت بس برضو ده مشكلة المريض اللي مسمعش الكلام ده ده خشونة الكتف دي حاجة دي كان في حالة اه فيها التهب في الوطر وقطع جزئي واتعالج وحاجة اسمها فروزن شولدر وبعد مرتين لقيت العين جاي سعيد جدا وبيحرك ييده مبسوط عمل اشعة السونار حركي والدكتور قال له الوطر لحم انت عملت ايه قال له مش هقولك انا عملت ايه بس انا بقيت كويس وفي حالات على فكرة في العالم كله زي مثلا يعني جاريس بيل واني جاريس بيل يعني ده يعني ما تقرنوش جاريس بيل هو ريال مدريد هو كده لكن مثلا جاريس بيل في ويلز ما هو وصله مكاس العالم صحيح لكن هو تعالج بالPRP جاريس بيل من اشهر الناس ليه تعالج بالPRP عشان فيش غيره اه اه بسباله اه كان عنده التهف وطر اكيلس مستمر بالظبط انا قصدي مفيش مخرج تاني للعيب بيستعمل رجله بعنف الا انه يجدد الوطر مش انه يسكن القلم فهو عشان مفيش غير الPRP احنا دلوقتي جابنا سيرة الارثوكين ايه الارثوكين اه الارثوكين يمكن يعني حرايك ما بسمعش اه مسمعش الارثوكين انا اول مرة اسمع الارثوكين اه انا عرفته عن طريق مريض وكان زوجته من السعودية تعالجه بيه في المانيا وكان جايلي يكمل بالPRP فاول واحد لفت نظري للتقنية دي وبعدين بدأت ادور وجبت الاجهزة اللي بنقدر نحضره بيها ودرست الموضوع وبدأت الاقي نتاج منه مختلفة تماما اه الفرق بينه وبين الPRP عامل زي الفرق بين انك تطفي حريقة بالمية او بالفوم اه الفوم ده عاملينه اقوى للطيارات لما تتحرق او اه او ابر البترول اه حاجة كبيرة والمية للحريقة العادية اه فاحنا الارثوكين كده للالتهابات العنيفة بيطفيها تماما والPRP للحالات البسيطة شوية اه لان في حالات زي الفايبرومالجة التلايف العضلي دي حالات صعبة جدا انك تطفي الحريقة اللي في جسمه ده جسمه كله ملتهب وملع نار اه كمية السايتوكين والانترلوكين اللي عنده دي بتخلي حياته جحيم الارثوكين بقى هو دي مسته ان الخلايا بتطلع انت انترلوكين والخلايا اللي ما بتستعملش في الPRP اسمها المونوسايتس بعد ما تحط في ظروف معينة فبيبقى قوة العينة انها تطفل تاب أعلى بكتير من الPRP ونتاجها كمان معايا فرقت كتيرا انا بمناسبة الفايبرومالجة التلايف العضلي ده في سوال هنا لازم اسأله في التسعينات او الالفين كنت مثلا كل فترة طويلة هلاقي حالة فايبرومالجة اه طح صح دلوقتي لا دلوقتي كتير قوي ده نص الناس اللي بتقعد في الريسبشن عندهم فايبرومالجة صحيح بس هو برضو لسه استيل يعني العين بيشخص نفسه يعني حيروح لدكتور حيقوله لا انت عندك ديسك لا انت عندك مش عارف اكتئاب لا انت حالتك النفسية وحشة هو العين اللي بدأ يدور في النت ويشخص نفسه الفايبرومالجة ويجمع الادلة ويقولك انا عندي فايبرومالجة لان هو مرض ادلة مش مرض تحليل واشعات لازم تجميع ادلة ودي بتبقى صعبة شوية محتاجة حد شاف الحالات دي قبل كده عنده خبرة فيه عشان يقدر يتعامل معها دلوقتي واضح ان فيه فريق ارسو كين فرد من افراد الفريق تمام فيه فرد من افراد الفريق ففيه حاجات تانية داخلة معنا هل فيه واحد من الفريق ده مفضن هل هو فيه واحد المهاجم فروت بتاع الفريق؟ زي ما حرج بتقول هو الفريق كله مهم ان بيكمل بعضه فيه حاجة اسمها انواع كتيرة من العلاجات البنائية بس زي ما قلت حرج القرسو كين هو فرق في النتائج عدل النتائج خلى الاستجابات سريعة عدد الجلسات قليلة والحالات الصعب علاجها بقت تجيب نتيجة اصدع معها فيه كمان الكولوجين ميديكال ديفايس ده براند ايطالي متسجل في مصر وبنستعين به في تكملة العلاجات في الناس اللي جسمها بدأ يتعود على حقن البي ار بي او الورسو كين او الحالات اللي محتاجة الكولوجين من الاول البرولو ثيرابي بشتغل به من 2005 احنا بقلنا كده فترة طويلة 17 سنة مثلا برولو ثيرابي هو جزء حتى في التايتل بتحط صحيح فانا بستعمله مع معظم الانواع الاخرى لانه اقوى واحد للاربطة اقوى واحد للاربطة يعني بيدي اربطة 40% 40% سماكة اكتر من اللي موجود فحبال بتمسك جسمك وغير قابل للانهيار لان احنا بنعدي بنعمل نيو تيشوز انسجة جديدة في اربع مراحل انفلاماتري فيز وبعد كده البروليفريشن تكوين الانسجة وبعد كده الموديوليشن نحت الانسجة وبعد كده نيو تيشوز او حاجة اسمها الماتيوريشن الانسجة اللي حصلت لها دورة دموية وتعيش معك فكل البروسيس دي بتاخد لها تقريبا من 6 ل 12 شهر توصل انك جسمك الجد زي ما احنا قلنا البيت اللي بي نهار لأ رجع بيت جديد المريض المزمين ده مريض جاي انا بسميه دايما مريض بيصب عليها لانه اولا عنده خبرات طويلة اشعاعات كتير قوي مريض مزمن من القلم وكياس بقى البلاستيك اللي مليانه اشعاعات ومريض جمع خبرات منها ايجابي ومنها سلبي بقى ربع دكتور ما فيش اسمه ربع دكتور بس لو ايه بقى عنده خبرات طبية ارى كتير اوى عن نتلة اين في التعامل معنا انا يعني بسميه دكتور بلا شهادة بالضبط منهم ناس بيبقوا مذاكرين اوى بتفرج علينا كتير اوى جدا انت كل علاج تقول له عليه اقول لك خدته وكل تحاليل يقول لك انا اعملها وعارف اسم مرضه بالانجليزي دكتور بلا شهادة حقيقية فده صعب ارضاه الا بالنتائج يعني هتدي له نتائج يقول لك شكرا مش هشوف نتائج خلاص هو بالنسبة له انت زائق زائق احد تاني لان هو ما سابش حد ما رحلوش النتائج اذا هي التي تحدد اه بالضبط هي دي اللي هتغير من شخصيته فيه ناس كتيرة بتتغير بعد النتائج والموضوع بيبقى مختلف خالص هنا مثلا حالة يعني قاسية انفجار غضروف قطري دي بنت كانت عندها 14 سنة ده سن صغيرة ده بقى اه وانفجار غضروف حقيقي كبير وعرق الناس عنيف وانت بش قدر تقولها عملية ما ينفعش تقولها عملية هتبدأ حياتها بعملية وبعدين هتعمل كم علاية بعد كده يا كل بقى خمس ست سنين تعمل جراحة فالحمد الله كمان السن الصغار مع ميزة ان استجابة عالية جدا فهي جلسة واحدة 90% تحصن الحمد لله الجلسة التانية اخدناها تأكيدا وخلصت المشكلة بقى لها سنتين والحمد لله البنت سليمة بس يعني اللي شجع اهلها ان هم متعالجين معايا قبل كده وعارفين الـ وفرق معاهم فهم عارفين انه امن عارفين انه علاج وعارفين انه مستدين هنا مثلا اه هنا دي حالة اه كانت جاية لي بعكزين وكان عندها مشكلة في انهيار اه الحياة الزوجية بسبب انها اه على طول تعبانة بقالها فترة طويلة وطبعا قرر العملية ده دع خشونة بلا ضغط عصب مه 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 pourquoi في الاسفل الظهر و الرجلين بس دي عرق الناس الكاذب 松 communicate والحمد لله احنا وصلنا سيبنا العكاكيز وصلنا و citizen وصلنا رجعنا حياتنا طبعية وصلنا ان احنا بقينا تقريبا ب 95% سلام في خلال وقت خ Leud ده مريض مزمن دي مريضة مزمنة بس تحولت لمريضة سليمة بس الحمد لله يعني وبعدين أنا بتجي لي ما بتعرفش تقعد يعني احنا بتقعد ماشية في الطرقة الغالي لما ندخلها تاني دي بقى من أسوأ عمود فقري شفت في حياتي انت لن تعرف تقول له عملية ولن تعرف تعالجه ولن تعرف تيجي جنبه هشاشة زحزحت فقرات كسر في فقرتين وخشونة ووجاج عمود فقري ودي قناعة عصبية يعني ما فيش حاجة مش موجودة وصريخ وصويت وظهر واجعة ورجلين المريضة دي خدت جلستين الحمد لله شفتها بعد سنتين بعد كده خفت خالص أنا نفس مش عارف خفت ازاي حوليك الرانيم بتاعها الصورة اللي بعدها هتلاقي برضو دي قناعة عصبية فيه شايفو العمود الفقري مع ووج الفقرات مضغوطة والقناعة العصبية مخنوعة دي أنا صورت الأشعات بتاعتها تاني مرة لما جات لي وفكرتني بالحالة وشفت الأشعات قلت لازم يصورها ما شاء الله خفت تماما وكليني كاليم تتحرك بشكل كويس سليمة جات بس كده بدأ الألم يرجع خفيف فلاحة نفسها بدري إنما ده كويس جدا أصلا أنا ما قدرش يجي جنبها ولا فيه جراح يجي جنبها العمود الفقري ده غير قابل للجراح هشاشة هشاشة زحزحة فقرتين مخبطين في بعض ودي قناعة صباعي وجاجع مطفقري يعني أنت عندك كل المشاكل اللي ما انفعش تيجي جنبه يبا ما انفعش غير كان الـ PRB الحمد لله إن فيه PRB وإن الحمد لله أنا خفت عليه سناك كم سناك؟ خمس سناك يعني خمس سناك والتغيرات دي كلها ممكن تحصل في السن هنا ما هو فيه ناس بتستهلك نفسها بدري آها يعني بتطحن بدري بتتجوز بدري بتخلف كتير بتشيل تقيل فده دي النهاية بتاعتها ده بقى بعد الجراحة أيوة صحيح ده حضرك هتلاقي العلامة العليمين دي التساقات ما بعد الجراحة دي في العضلات بس فيه دي خشونة وفيه قناعة عصبية واسعة بس المريض مش مستريح زي ما قلت الحضركة البيت منهار انت حلت جزء إنما الباقي كله منهار فلازم البيت يتجدد فده مريض بتعالج وبتحسن جدا بعده نورت وشرفت الله يخليه الحوار ممتع للغاية في النيوثرابية الأدوية الحديثة الأساليب الحديثة الأساليب الحديثة في التعامل مع مشكلات كان يعتقد أنها ليس لها حلول واضحة ليس لها حلول ناجحة مريض الألم مريض يبغي أن نخف جنبه وانطور البحث العلمي بشكل كبير جدا وانطور الأساليب العلاجية بحيث أنها تنقذ من مصير أخذ أدوية وربما أدوية بدون إشراف طبي وربما يعدد ويدخل في مرحلة مخيفة جدا مريض الألم وقد يدخل للمخضرات وده حاجة في منتهى الخطور ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأساس دكتور أيمن عنب وأستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري الأساس بكل الطب أصل يعني جماعة القاهرة والحاصلة لدبلومة علاج الألم بتنظيم فسيولوجية الجسم من ميلانو إيطالية وزميل الجمعية العالمية لمنظير العمود الفقري الفرنسية نورت الدكتور شكرا دكتور أيمن خليكم دايما مع دكتور التوائم أكثر عرضة للدرمويل سيستة عن غيرهم وإن الأم اللي ممكن يكون عندها درمويل سيستة ممكن تلاقي بنتها عندها درمويل سيستة أسر بالكامل عندها أورام لفية بالكامل عندها أورام لفية أسر معظمة عندهم بتاني ترحم مهاجرة أسر عندهم فتء بيحصل نتيجة أمراض ورصية وكأن الخلاف دي أحيانا تتصرف بتنظرية المستعمرات لما زودنا بزيادة الوعي الصحي بمرض زيطان ترحم المهاجرة وقلنا أنه ما بيجيش فقط بشكل ألام في دور ولكن مش دايما لشكل واحد ونمطي ده مستخبف ألف وش ووش ده مستخبف ألف قناع وقناع اسمحوا لي أنا راحب بضيفي العزيز الأسوة الدكتور سيد الأخرس اللي أكيد بينوارني أهلا بيك دكتور سيد في حالات حب إنسانية مهمة جدا أن الواحد يشخص أن الواحد يلاقي الرضا على وش مريده أو مريدته أن الواحد يلاقي عيلة بيلتم شملها بعد قرار طبي سليم بعد ما ممكن جدا أن تكون الحالة المرضية أو عدم القدرة على الإنجاب بسبب فرقة هذه الأسرة وده وارد جدا فأنا عايز أشوف وجهة نظرك الحياتية من خلال مفكراتك ومذكراتك أكيد عن الحب حب في حياة الطب من يحب لو قيمة الحب داخلت جواه أعتقد بتوصله لجزء في السمو وأعتقد كأقدم مهنة أعتقد أهل أقدم مهنة في الوجود هي طب النساء والولادة لما نقول ستين حوى أو الحاجة حصلت إنها لما حملت ولدت إزاي محدش عارف بس أهدم مهنة أهدم مهنة موجودة في عالم المرأة عالم المرأة اللي هي بتحب وبتتحب وبتدي وبتعطي وهي الأم وهي البنت والأخت والحبيبة وهي العشيقة وهي الرفق وهي الشعر وهي الليل وهي الجنون وهي الجنان وهي كل حاجة وهي الأمل والحلم أنت بتقعد تجهز نفسك طول عمرك أحيانا عشان ترتبط بحد والحد ده اللي عاوزه أحيانا يبقى شبيه أمك ولا مختلف شوية عايزها شرقية عايزها غربية عايزها لونها إيه عايزها لكن في الآخر مش هتعرف تحرك كل حياتك إلا عن طريق الحب كل يوم وإحنا بنمتهن مهنتنا دي وإحنا عشرين عشرين بتواجهنا كل يوم مشاكل وكل يوم حواديد وكل يوم مفرقات ما بين الساقية اليومية الحياتية اللي كل شوية تجيب لنا من العمق على سطح الميا مشاكل موجودة في العمق وكلنا نكتهت في تشخيصها ورصدها وتفسيرها وحلها ما اعتقدش إن كل الأطباء بيبقوا فرحانين قدينوا حل لغز طبي والمريدة شفيت على إيده بعد ما شئت ربنا وعدت بر الأمان بعد سنوات من العتمة والظلمة والألام والأورم اللي فيه وبطنت الرحمة المهاجرة ومشاكل ضخمة وعيوب خلقية ياسف ما تشوفوا عبخة تكوينات خلقية لما ينفعش عيوب قص على ربنا لا يخطئ الله ولكن تكوينات خلقية لكي نبدع في حلها فيستفيد البشر بعد كم ولكن بعد عشرين عشرين وحنا بنتكلم على صورة المناظير والمناظير اللي دخلت في عالم المرأة وعالم الإنسان على المطلق والتفاصيل الكبيرة المعقدة وحلولها بأبسط الدخول إلى عالم الجسد كنا رصدنا كده ولكن أحيانا لما نعمل إسقاط على الحالات اللي بتيجي معقدة وبتيجي من مشاكل أتاري كل مشكلة كان لها عمق كان لها تاريخ كان لها تفاصيل كان لها أحيانا تاريخ يرتبط أحيانا الحدث ده هل هو حدث لأن التقاليد إحنا عبد للتقاليد وبالتالي بننفذ أحيانا هكذا وجدت عليه أباؤنا ولا هو مرتبط أحيانا بدين وبالتالي بننفذ التقوص الدينية أحيانا بوعي وأحيانا أنك أنت بجهل تعبد الله وبالتالي أكيد عبديتك لله عن جهل تخليك العبودية دي دون مستوى العلاقة بينك وبالربك كلما زاد الوعي والعلم عبدت الله على شكل يليء بقداسة وعظمة الله وبالتالي كل ما يكون عندك علم وعمك كل ما كانت علاقتك حتى بدينك أقرب وأنقح وأروع وأركع وبتكون قوي والله يحب المؤمن القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف تأتي القوة لاسة جسدية ولكن القوة حتى الجسدية بتأتي بمعلومات وبعلم غزير وبالتالي أنا قوي أنا قوي بالقوي بالقوي يا الله قواك وبالتالي بقيت قوي على كل المشاكل اللي ممكن تواجهك في عالمنا كل يوم تجلنا حالات وحالات ما بينها حالات متكررة يوميا أو حالات ندرة أو أحيانا تسمع عنها ما تشوفهاش ولكن تسمعها موجودة في كتاب موجودة في خبرات أحد الأطباء الأفاضل يتكلم عن روايته دونها بكتاب سطور أو دونها حتى بصور أو قدر يرصدها عاوز أبدأ بحالة كانت غريبة جدا حالة جات لامرأة في التلاتينات أو آخر التلاتينات متأخرة في الحمل وألام رهيبة قلة جدا في الجماع ديسبرونيا رهيبة جدا ديسبرونيا ألام أثناء الجماع ألام أثناء الجماع دي بسيتة بين ألام عميقة يعني يا ريتها عميقة لسه ما كنتش لسه قربت من المريضة وبعد كده في تاريخها إنها حاولت تعمل محاولة حقن مجهاري طيب نشوف المريضة نشوف المريضة صنار رفضة صنار المهبلي هتعمل صنار عن طريق البطن أعمل صنار عن طريق البطن مفيش أي حاجة غير طبيعية موجودة على البطن أثناء الكشف زهول من الموكب ده إزاي المريضة دي موجود فيها كل المشكلة دي وسكتة وقعدة وبتمشي كانت وادلنج بتتحرك مش قادرة تمشي الوادلنج هي ماشية قعدة مش قادرة تقعد المشي اللي فيه نوع من الميلان على الخوض على الجانبين وادلنج هي ماشية ذات البطن ذات البطن ذات البطن ذات البطن قعدة مش قادرة تقعد طويلت صعب جدا نومة مش مستقرة فيها دايما قعدة فتحة رجليها فاخدين كده بعداهم موقف رهيب جدا الحالة لو يقدر نشوفها على الشاشة دلوقتي بعد كده نعمل الاسقاط عليها سيست سيست كيس كبير جدا كيس موجود اسمه كليتوريال سيست كيس البازر كيس اكبر من رأس بيبي بيتولد كيس دايما تر بتاعه عدل 20 سنتي 20 في 20 سنتي كيس اول حالة ترصد على العالم بهذا الحجم دايما الكليتوريال سيست او الكيس البازري موجود في البازر المرأة موجود يعني ما يوصلش ابدا لكل الدايمانشا زودها مترفضين ولكن يأتي من ايه المريضة لو نبص على الشاشة التانية لو يقدر ادي الكيس الضخم الموجود الجلد الحجم ده اللي هنرجع نتكلم فيه كم 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 حوالي 20 سنتي 20 سنتي 20 سنتي هنتكلم على اه اكيد لما تيجي تشوف في الريفيو عشان تشوف علميا ده كان موجود ازاي في الموسوعات الطبية مفيش حاجة بالحجم ده تعيب ده حالة عدي كل يوم بنتعامل مع الاورام اللي فيها وبنتعامل مع بطانة الرحم المهاجر وبنعمل حالات وبنبقى فرحانين جدا نتهلت المشكلة ولكن احيانا ما بنربطش الحدث ما بين الاشياء وبعضها لما نيجي نقول اني في بعد فرحة الناس في فلانتاين دي المخطوبين وبعد كده اثناء الجواز تلاقي اعلى نسبة طلاق في العالم في مصر ليه اعلى نسبة طلاق في العالم في مصر حطوا اسباب كتير مختلفة لكن كان امهم على الاطلاق هو العلاقة الحميمية العلاقة بين الرجل والمرأة دون مستوى التوقعات احيانا للرجل واحيانا للمرأة انساتسفاكشن انساتسفاكشن في حالات مرضية رصدت كتير جدا في شهر العسل مع ايقاف التنفيذ تم شهر العسل ويحدث ما لا يحمد اقباء من فشل في الزفاف فشل في الزفاف والزوجين مش عارفين سبب الفشل ايه ويبدأوا يلفوا في العيادات المختلفة والتخصصات المختلفة ويتخبطوا في التشخيص وغيره الزكورة والنساء والنفسين واحيانا يبدأ بعدم الوعي احيانا ودخور الاهالي اللي عندهم برضو عدم معي تبدأ المشاكل تزيد وتتضخم مشكلة عند البنت لا مش عندها مشكلة مشكلة عند الولد اه وعنده ضعف جنسي لا انا كنت كويس جدا بس بالمحاولات بدأ يحصل عندي مليت الدرجة الانتصاب تفدأ تقل بالوقت نتيجة انها بتقومني لا انا ببقومكش المشكلة عندك لا عندك نلف ونروح بيها من تخصص الى اخر اثناء الفحص نكتشف ان عندها حاجة اسمها الفاجينزمس عندها قمطة المهبل عندها اعتلال او اعتقال المهبل المهبل ينقبض لا اراديا بالكامل ويتقفل تجويفه بالكامل الاسباب مختلفة نتيجة عصر وانقباط في العضلات اللي حوالين المهبل فبتقفلوا تماما عضلات الحوض عضلات اكتر من الحوض وكمان اللي حوالين المهبل وبالتالي اثناء الزواج واثناء بداية الدخول يحصل المقاومة اللي احيانا تبدأ بقفل الرجلين قفل الفخدين فرد القدمين واحيانا بزقه كمان عنه كأنها بتحمي نفسها منه يحاول مرة ومرة ومرة وبعد كده يخشوا في الطريقة اللي هنبدأ نحللها بعد كده كانت سبابة ايه تيجي مريضة بتولد اثناء الولادة عصر في الولادة تأخر في الدرجة التانية مرحلة التانية في الولادة انه بتفحص المريضة بتتقلم بينزل بيبي نزل في المهبل ولكن مش عارف يعد البيرسي كنال وبصراكة دليبر وبصراكة دليبر ولادة متعسرة نسمع الولادة متعسرة احيانا تنتهي القيصريات وبعد القيصرية ممكن تلاقي ان المريضة دخلت في نزيف ما بعد الولادة او احيانا الطفل اللي تزنق في البرثي كنال دي قناة الولادة يبقى بتاعه الليل وننزل تعبان وممكن رسستيشن او افاقته تبقى اقل وبالتالي ممكن يخش في حضانة وممكن ينزل بمشاكل او ممكن تؤدي الى ستيل بيرس ينزل متوفي او نيو نيتل ديتس يتوفى حديث الولادة اولى ولد الطبيعي نفاجأ ان حصل ومزق في المهبل ومزق احيانا في ماجر البول واحيانا يمتد المزق ان يضرب المستقيم وتبقى فيه كمبليد برنيل تير او تمزق كامل في العجان ومشاكل ضخمة ده سيناريو تاني يكون لا سيناريوهات بتحصل لمرضى جايلك كل يوم واضح ان حضرتك بتقلب المفكرات انت قلتلي اقلب لك المفكرات ومزكرات مبين الحالة اللي جاي بسيست ضخمة على فكرة انا بشوف فعلا التقليب انا اصنع يعني فاهم حضرتك كل حالة لها قصة قصة طويلة قصة طويلة هنرجع لها ولكن وانا بقول الاسقطات اللي موجودة يوميا ليا والاطباء زميلي اللي بيموجودين في فلد النسا وبيقابلوا حالات كده ولكن كاني لا لا انوب عنهم ولكن كاني مشاركهم في احداثهم والمستمرة اللي بتيجي يوميا احنا في الصفحة التامنة او التاسعة في الحالات طبعا احيانا تجيلك حالات فيها recurrent of urinary tract infection عدوة متكررة في الجازب في ماجرى البولي ماجرى البولي او urinary retention يحصل احتباس بولي احتباس بولي متكرر احتباس بولي احيانا حاد واحيانا متكرر وتبدأ المريضة من البداية من نعومة اصفرها من وهي طفلة من وهي مراهقة من هي في بداية الجواز تبدأ تعاني الامارين على المسالك البولية المتكررة ما بين علاج بمضادات حيوية واحيانا توصيها لماجرى البول وتكرار 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 الى ان تتزوج ويحصل هانوموس ستايتس والتهابات شديدة جدا في ماجرى البول اثناء فترة الزفاف واحيانا تبدأ المشاكل في ماجرى البول اكتر واكتر خلي بالكو ركجوا في كل الحالات دي في كل القصص اللي احنا بسمحها دي اكيد فيه رابط فيه حاجة بتربط اه الناس بس ايه الحاجات دي انا هربط الاحداث ولكن لازم لازم نحكي معانا اللي بيحصل لك وبتشوفه في عياتك وبيجولك باشكال مختلفة وفي الاخر رابط مشترك ما بينهم احيانا لان انا مش عاوز هرسرد السرد الاكاديمي ان المرض عبارة عن كذا واحد اتنين ثلاثة اه تشكز واحد اتنين ثلاثة اه بنحكي بطريقة عكسية بنحكي الكيس الكيس المختلفة اللي ممكن المهمة اللي موجودة في البيوت اللي الناس عاوزة تعرف ده عندي واحدة الاول ان كل كيس وكأنه وراها مرض مختلف مرض مختلف دي حقيقة واحيانا يجي لك حد بفورين بودي ريحة كريهة البنت صغيرة البنت دون العشرة سن العشرة البنت يعني الام بتشتكي البنت دايما تعبانة درجة حرارتها مرتفعة سخنة بيحتبس فيها البول بتنزل منها افرازات ريحة كريهة ريحة تعكر حتى البيت اللي فيه عايشة اللي فيه البنت ولما راحت المدرسة كل البنات شمين ريحة مش لطيفة بتقلب حال المكان بتطرد وترفض انها تروح المدرسة ولو راحت المدرسة مصدر شمئزاز للاخريات لان ريحة كريهة طلع منها فنفاجأ بعد فحص دقيق وبعد اجراء اكس ري وبعد القرب وبعد منزار مهبلي لانيسة دون المستوى العشرة في عمرها ان فيه فورن بودي واكسام غريبة جوه اكسام غريبة يعني قطن او قطع من المناديل موجودة جوه ايه ده ده حالة تانية نقلب كمان صفحة ونيجي نشوف اني فيه اكتئاب فيه رعب فيه فوبيا فيه احيانا انعزلية فيه الام واحساس بالحكة فيه هرش فيه افرازات فيه اعياء فيه احيانا قئ واحيانا واجع في البطن واحيانا ضربات قلب سريعة فتشخص على اي عموم الطب هل ده مشكلة في الجهاز الهضمي هل مشكلة في الجهاز الدوري هل في القلب واحيانا تجيلك بشكل من كرشة النفس احيانا ومشكلة في الجهاز التنفسي نقل بالصفحة تجيلك المريضة اللي اتجاوزت واحيانا فيه تأخر في الانجاب تأخر في الانجاب نتيجة احيانا الالام الموجودة والالام الموجودة بتخليها عندها عزوف على العلاقة الجنسية وبالتالي ممكن يتأخر الحمل فنبدأ ندور على حلول بديلة فتلاقي في بيوتات الحل لده والالام المتكررة اني بقى لهم سنة و سنتين بالشكل ده ندور على الحال المجهاري مش مهم بقى دلوقتي العملية العلاقة الحمامية تبقى موجودة بس على الاقل تبقى تبقى ام او يبقى اب قادرين في صمت ما بين زوجين نادرا ولكن احيانا العقلات خلاص مش عارفين يعملوا ايه طب يمكن لما تفرح يمكن لما تولد يمكن لما تتحسن حالتها واحيانا شكوة من ان حد جاي زوجين ان الزوج عندها تبلد جنسي لا تشعر باي نشوة لا تشعر باي متعة لا تشعر بالعملية الجنسية بل بالعكس احيانا زاهدة في العملية الجنسية الحاجات دي على فكرة ساعات بتروح كمان في اتجاه الشعوازة اه ده قابل ما تروح ما هم راحوا بقى اه عندها الشعوازة يقولوا ان البنت مش عارف لبسها عفريت البنت بيحبها جن الحاجات اللي بيسمها عندها فتبدأ العملية تزيد اكتر واحيانا ييجي الزوجين ان الزوج يشتكي ان مراته بتمثل ما عندهاش اي رغبة مش حسسها وهي بتشتكي احيانا انها بتتدعي ده انها عشان ترضيه بس هي متقلمة وكرها العملية الجنسية يعني من يوم الزفاف ويكرها العملية الجنسية مش عارفها ليه ولكن هي مش فهمة ليه ممكن تلاقي في السنة الاولى لمعظم الحالات اللي فيها المشاكل الحمامية الجنسية والعلاقات المضطربة والسيكشوال ديسفانشنز الموجود والفرية اللي يحصل ما بين الازواج يحصل طلاق ويحصل مشاكل كتيرة جدا الرابط المشترك ما بين كل هدي الاحداث كان زمان وقديم وموجود في صن الطفولة وما كانش حد يربط الاحداث ببعضها ان العنف المستمر للبنت في الفترة دي ممكن احيانا يؤدي الى مشاكل يعني تتشفق يعني اللي لاقي عندها ورم ليه فيه محدش كان رابط الحدث ما بين الحدث اللي عن نتكلم فيه والورم الليه فيه او بطانة رحم مهاجرة والورم الليه فيه ايه الحدث رابط ما بين ده كله هو ما يطلق عليه female genital mutilation او female circumcision او بتر الاعضاء التنسلية الخارجية للمرأة او ما يطلق عليه الختان تعالنا نشوف هل السؤال يعني هل الختان يلعب دور مهم او يلعب دور في احداث كل هذه التنوعات في الحالات بمعنى يستطيع ان يحدث الم اثناء الجماع يستطيع ان يحدث التهابات في مجرى البول يستطيع ان يحدث مشكلة انجابية يستطيع ان يحدث يستطيع ان يحدث بطانة رحم مهاجرة لا يستطيع أن يحدث أورام لفية وأمراض قلب ومشاكل في الجهاز التنفسي كل ده لما نتكلم نقول عشرين عشرين أنا لميت كل الحالات الحالة طبعا ده لسه في حاجات تانية نشوفها كل ده وإحنا في عشرين عشرين بأمانة عاوزين نتكلم عن الختان المسكوت عنه عاوزين نتكلم مش على قشور أنه حلاله ولا حرامه عن الصدر الده أنه هو عقائدي أو لا أنه ليه علاقات بالتاريخ إزاي أنه علاقته بالعالم الدولي ليه علاقة بأني الدول اللي هو زايد فيها وليه موجودة منظمات الصحة العالمية قالت إيه اليونسيف قالت إيه حقوق الطفل إزاي حقوق المرأة إزاي العنف ضد الطفلة الصغيرة إزاي الحلال والحرام إزاي فيه نقاشه إزاي بوعي عشان نخرج من هذا الموضوع الشائك لأن هذا الموضوع في منطقة حساسة أقصد في جسد المرأة فمنطقة حساسة أن حتى نعرضه على شاشات التلفزيون في منطقة حساسة في التحدث عنها لأنه أحياناً بيبقى مسكوت عنه مش هتعرف تاخد تاريخ مع المرأة وصعب قوي مع التاريخ مع المرأة عشان تعرف المختونات دون المختونات أو اللي حصل لها سيركمسيشن أو طهارة واللي ما حصل لهاش طهارة والعلاقة بين الأمراض وزيادها من دي عن دي أحياناً المواضيع الشائكة محتاجة تركيز قوي وضوء قريب قوي عشان النقاش منها يطلع بالرسالة المقصودة بشكل واعي جداً يصل في كل البيوتات اللي بتعاني من غير ما يشعر يصل في عمق بلدنا يصل في عمق الصعيد يصل في عمق الأريف لازل لغاية دلوقتي البنات بيتيجوا عندهم مشاكل نفسية واضطراب وتبول لإرادة ومشاكل ما يعرفهاش أهليهم لأنه هم كانوا بيحاولوا إيه كانوا بيحاولوا يصينوا البنت ما كانش الهدف إذا؟ كان الهدف صيانة للعزرية للبنت أو طهارتها من شكل مدنس موجود فيه كل ده هنتكلم فيه وإحنا ماشيين ولكن كأننا كنا بنرمي الضوء الأول عشان نحرك أو نرمي الصخرة في المياه الراكدة عشان نحركها ونرى ما داخل هذا المياه الراكدة تنبهتوا أنه الطريق اللي احنا مشينا فيه هو بيسموه الطريق الكيس ريسيرش أو الطرح الحالات طرح الحالات بمعنى كأن احنا عاديين مع بعض بنشوف كيسز موجودة يومية بتمر على العيادة الخارجية فوجدنا حالات بتعاني من ألام أثناء الجماعة بتعاني من أورام لفية بتعاني من بطالة رحم مهاجرة بتعاني من انفكشن بتعاني من التهابات في مجرى البلطات ربطنا هذه الحالات بكلمة واحدة اسمها السركمسيشن أو الختاب بس قبل ما ندخل على بداية الحلقة الحقيقية أنا عايز أقول أن الحوار النهاردة كله علمي البرنامج علمي طبي فإحنا هنراعي حاجتين السرد العلمي للمعاني الطبية الصحيحة المتعلقة بهذا الموضوع مع مراعاة أن احنا مجتمع شرقي جدا وطبعا مع مراعاة التواعد الإعلامية المملاع بطبيعة الحال من الضمير المهني ومن المهنية اللي أكيد موجودة في القهر إلى عمق الموضوع دون أخدش الحقيقة بالضبط والحاجة التانية أنه الجانب الديني إحنا مش هنقترب منه كثيرا طبعا لأن إحنا مش متخصصين فيه طبعا هنترك الأمر للبرامج المتخصصة فيه طبعا لكن من ناحية العلمية هذا هو الختاب طبعا موالد بنات كتيرة على مستوى العالم وهنتكلم حتى كان في مصر ولما قلنا مولد وصاحبه غايب كانت دايما مرتبطة بالموالد مرتبطة بأي مكان موجود في عموم مصر كان يبقى فيه المولد والليلة كبيرة وامه المطاهر وتخش في الأكواخ اللي موجودة وبنت طالعة وبنت داخلة موجودة صراخ هستيري بس البنت مش عارفة كانت الأول ملبسينها مفرحينها إنها في حدث النهاردة هيبقى لطيف تروح ولبسها اللبس الكويس وملبسينها فستان صغير وتخش وتتكتف وتبدأ أكيد بأي كانت الأدوات المستخدمة وده من سبب مباشر في انتشار فيروس سي فيروس سي وفيروس بي قبل فيروس سي كمان ومشاكل الموجودة المترتبة على إصابة مكان بشكل غير معقم بشكل غير طبي بشكل غير أدامي وإحنا بنتكلم عشان بيبقاش الكلام ساطحي غير الأثار المترتبة فورا من نزيف وأحيانا لا توقف من تلوث للمكان اللي تم فيه بطر هذا العضو من أحيانا إيه هيوقفه الداء الموضوع بإيه بكتلة من البن كابس بن ولا شاشة مقفولة غير معقمة وقماشة ولا هممكن تحط ورق الكتان اللي بيتحط ولا البنت بتتقفل وبتتربط بشكل زي الحفاظ يتلف حواليها وتروح البنت وتعيش عذاب فترة طويلة جدا مش عارفة تروح مش عارفة تتباول مش عارفة تتحرج مش عارفة تعيش حياتها لفترة زمنية معينة ويندمي للجرح وترجع البنت تاني مرة تانية للمجتمع بس البنت دي اللي كبرت والبنت دي اللي انت تعارف ان اي جراحها في اي مكان يحصل ندبة يحصل اسكار يحصل تلايف في المكان ده هو ايه اصلا الختان وهي اصلا درجات الختان اللي تمت وهل اللي بيتم على درجات الختان هو طبي هل هو كل الختان واحد لكل البنات هل هي درجات هل الموقف ازاي ما يطلق عليه الختان الفرعوني والبنت اللي باع عندها الاصر النفس اللي موجود في الاصر الجسدي اللي موجود في المكان ده ويفضل احيانا لعشرات السنين موجود معاها وتجبر بي لان حصل حاجة اسمها البين باثوي بقى موجود لما الواحد يتقفل على اصباعه ده قدام موجود البين باثوي يتقفل على اصباعه باب يحصل نقلم عن طريق العصب الافرنت اللي طالع على الاسبين الكورد العمود الفقري لغاية الهايبوسالمس والهايبوسالمس يبعت اشارات للكورتكس لقشرة المخ وقشرة المخ تستقبل ده ده الجزء السنستيف وبعد كده تنقله للاريا اللي جنبها لواء البين الموتور بقى وروح منزلها الافرنت نزلها الساينابس تنزل فيها معلومات تانية عن طريق المخ عن طريق المهيد الهايبوسالمس توصل برضو العمود الفقري للنفس السباع وللجسد كله تؤمر الجسد بحركة احيانا شاكينج لقرة ده يسحب ايده يفرقها ينطرها واحيانا السراخ يخلي توصل الافرنت والباثوي لغاية اللارنيكس ويخليه يطلق صرخة الالم الموجودة فتخيل الباثوي ده للموجود في منطقة المهبل ومنطقة موجودة ربنا خلقها في احسن تقويم اللي ليها دور وظيفي فيما بعد في الجواز فالمكان ده بقى فيه اصابة واصابة مستترة ومستقرة لا تعرف البنت إلا لو بسبب الالتهابات اللي موجودة حصل حاجة هنا دمنوا الجرح وقفلوه والبنت بعد ثلاث سنين جات لنا بيت الشيكي من ريحة كريهة قتاري الجرح كان فيه قطن موجود جوه لكل الفترة من ساعة الطهارة الموجودة بعد اربع وخمس سنين لفتاه عشان تجينا وانطلع القطن ده بمنزار لأنسة ثمان سنوات موجود داخل المهبة بتاعها القطن اللي بدأ يحصل فيه رانتنج ويحصل عفن ويحصل التهابات رهيبة مخالية البنت بتخس البنت تكرار للبول البنت ريحة كريهة البنت فيه حساسية مفرطة جسمها بتهرش في جسمها كله نتيجة الاوت جزيز الاليرجيك لأكشن لو بصينا على شكل القطن اللي طالع ده حالة قديمة ولكن حتى السارد في الحالات دي هيكون اهم حتى من الشكل اللي غيرها هنرميه ولكن ده قطن شافت خيل القطن طلع لونه اسود سنوات موجودة والتهابات مستقرة وملتهابة قل للبنت دي لما تجبر وتتجاوز مشكلتها هتبقى موجودة ازاي اللي موجودة عندها هتعيشه ازاي القلم المستقرة لانها البنت لا تخدر ما تخدرتش لان موجود الليجل بشكل غير قانوني في اماكن غير قانونية وبالتالي لا الادوات معقمة ولا الطريقة اقدمية ولا البنت بتجهز وبيحصل القصة دي طيب هنبقى نقول عملناها ليه لكن لما نيجي تاني للتاريخ الاولاني الكيس الضخم اللي موجود تعال نشوفه كان شكله ازاي لو فيه جزء زغير بيتشكله زاي بعيدا خالص عن منطقة اللي فيها كل اللي احنا كلنا عارفين كا اطباء رغم اننا طبيب متخصص محترف في الجزء ده لكن اما اجا تكلم عنه بكلم العموم مش بكلم اطباء فلازم اختار الجزء المناسب اللي ليه اعلاميا نتكلم فيه اللي خش البيوت ازاي ولكن مستقر جوايا ومؤمن لازم توصل للرسالة هنشوف الشكل ده يصل السيست دي الى 20 سنتي وليه تفضل 20 سنتي موجودة جواها بعد التهارة كل ده كلتوريدل سيست ابيدورمويد سيست كيس موجود فيه زهان كبر موجود في المنطقة دي شفنا نشوفه الكيس شكله مرعب اه نشوفه كمه حتى انت هتبقى معجب جدا لان فيه اسقاط كيس ده موجود في الكليتوريد 20 سنتي طبعا بيدي لما نفتحه فيه الحاجات اللي بتنزل بالسيبم مش هفتحه طبعا فيه الحاجات اللي بتنزل في السيبم السيبم اللي موجود احيانا في كيس الدرمويد سيست اللي بتطلع في المبيض الكيس ده لامرأة في التلاتينات ماشية بالوادلنج اللي اتفقنا عليه ليه التجربة المريرة اثناء الميوتوليشن اللي تمت عندها والطهارة اللي تمت عندها ميخليها تخاف من التجربة مرة تانية حتى لو تتعمل وفق أصول علمية تحت تخدير خايف المكان ده يتلمس مرة تانية الآن عمرها كله انها تخش تكشف قعد جزها كل الفترة دي وده زوج كمان يعني من عالم نادر ان يتحمل كل الفترة دي بدون علاقة جنسية حقيقية ويتحمل كل الكلام ده يستغنى عن علاقته بمرأته مؤمن بيها متحمل ألمها ويفضل كل السنوات دي دايما الشيء الصعب لما يكون مش عادة بس عادة لها أصل معتقدي أو عقائدي دي حقيقة حتى لو يعني لو كان الأصل ده يعني له ظروف وسركم معينة ومظافة معينة وبيئة معينة وحالة معينة يعني برضو لازم زي ما أنا قلت يعني برضو هو ده كان سؤالي لما بيحصل وانا متفق معاك انه هو عقائدي مرتبط بعادات وتقاليد بشكل معين لازم يسألوا نفسهم سؤال مش معنى في مولد سيدنا فلان بيحصل الختان وتهارة الولاد في الأماكن دي كانت ليه عشان التبرك اللي يبقى موجود في المكان العظيم ده خلاص فبالتالي بترد بتبقى في الأزهان فاكر أنديله مهاشم يحيى حقي لما كان بيكلم على الطبيب اللي كان سافر ألمانيا ورجع عشان يعالج أهل السيدة زينب من الموجودين فشاف أنه هم كانوا بيحطوا زيت الأنديل المهاشم في عينهم عشان عندهم مشاكر في الرمض أو غيره عشان يشفوا سافر ألمانيا وتعلم الطب وخد جوائز رهيبة جدا على مدى نجاح عملياته الموجودة فلما نزل بيعالج راح بقى يفتح في السيدة زينب العيادته عشان يبقى بار بأهل منطقته اللي طلع منها فلا لا قبل أن يهجموا فبدأ يعالجهم فبدأ يحكر من الوضع اللي هم بيعملوه ويسخر منه ويعملوهم عملات حقيقية لم يشفوا أي أحد منهم لا راجع نفسه في ده هو لا عمل حركة كمان دخل دخل الجامع وكسر الاندي وكسر الاندي راجع نفسه في ده العيسي عوز يقول ده التخلف وده 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 لما راجع نفسه وبدأ يفهم فلسفة الموضوع بدأ يتدارك إنك إزاي تكون تخلي العلم موجود مع احترام عقائد الآخرين الموجودة عشان تغير منهم وبالتالي كان يعملهم العملية وما يحطش الانديل وقتهم أنا حطيت الانديل وبالتالي كان بيحصل لهم نسبة الشفاق ويحط القطرة الطبعي الطبية اللي قصوده هنا إحنا ليس بصدد هجوم على معتقدات قد ما نبرز مشاكل اللي موجودة في الجزء الخفي اللي ليه علاقة رهيبة جدا بتاريخ بنت هتبقى أم الأم مدرسة إزا عددتها 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 شعبا طيب الأرق السؤال بقى ماذا يعني تقترح أو رؤيتك إيه عشان بل حوار ده مش حوار مرة ويعدي وواء الأخير أنا أقترح إن الحوار يبقى فيه علماء الدين مسلم ومسيحي علماء اجتماع علماء نفس مع الأطباء في ندوة حقيقية موجودة وتتكرر وليس تكون إنها مجرد عبرة لأن أحيانا الناس لما بتطلعهم أحيانا قوانين فممكن يكون مش بيصدق دائما أهل السياسة إن ده ممكن يكون لسبب أو بآخر هكذا حال العام العام على مستوى الدنيا كلها فلما يكون فيه أهل سكة بيتكلموا مجردين عن ذاتهم إلا أن إبراز حقيقة وجوهر الموضوع بشكل هيصل إلى العمق وإحنا ممكن في القاهرة والناس نعمل النادوة دي موجودة على الدكتور ندعو فيها كل أطراف المعنية لمجتمع بتاعنا ونتكلم بشكل واعي وعميق على أي أن كان لو حلقة مجتملة لو حلقات متعددة لزيادة الوعي وطرحه بشكل حقيقي موضوعي يصل لكل البيوت لأن اللي عاوز يسمع علم سمعه واللي عاوز يسمع دين ومخرج لأنه عنده الحتة دي شائكة مش عارف يخرج منها يسمعها عشان ببقاش فيه تضارب للأقوال مش عاوز يسمع إن أنا قدت مقتنع ومؤمن بحديث بشكل معين دينيا وشايف إن ده جزء من السنة أقوم به ده كان شكل مندوب أو جائز أو مكرمة للمرأة أو شكل إنه فيه بعيدا للحلال والحرام بالدرجات الأخرى المتفاوتة في إجازة هذا الموضوع من عدمه فيلاقي إنه فيه عالم دين أو علماء دين معنيين بالموضوع بيتكلموا بشكل أو بآخر علماء المجتمع علماء علم النفس لما يشوفوا المشاكل المترتبة اللي موجودة مرتبطة حقيقة وبيشوفوها في عياداتهم النفسية على شكل يومي موجود وحقيقي وده بيأثر على إزاي على التكوين المرأة اللي هتكون أم تربي إزاي اللي هتكون زوجة تتعامل إزاي اللي هتكون مدرسة تتعامل إزاي اللي هتكون طبيبة تتعامل إزاي فاقد الشيء لا يعطيه وبالتالي لما نيجي نتكلم عن الحب أنا عاوز أحب بس أنا متعطل أي حد فينا أحيانا بيبقى متعطل وجدانيا نتيجة خلل جسدي أو خلل نفسي أو خلل عصبي فيه وانت عندك لو كولون عصبي وحد بيعمل جنبك دوشة بسيطة الموضوع عندك مبارك بس بقى ولو أنت نفس الشخص موجود في مودك الطبيعي والله أنا حاس ده بتشعر أحيانا أن الموسيقى اللي بتسمعها دوشة وانت نفس الشخص اللي كنت بتسمع الموسيقى دي ومستعمت بيها فلما تيجي تعمل المود مش عايز تسمع صوت وقته صوته الكرآن الكرآن وقته صوته الكرآن طب ده فيه إيه فيه إن أنا دلوقتي مشوش الفكر وعصبيه بتخلي البرسبشن عندي مختلف بتخلي قراراتي مختلفة بتخلي انطبعاتي مختلفة أنت الطبيب اللي مطلوب منك وانت عارف كويس جدا علاقتك بمرضتك بيبقى عامل إزاي لو النهاردة مش يومك لو النهاردة ما نمتش كويس لو كالت مبارح بسارة ونمت وحصل لك انتفاق وروحت البيت والعاتس ولو روحت شغلك الصبح من غير ما تشعر مشدود عصبي بالعاتس 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 مش بالعكس بالعاتس بتعمل إزاي بتبقى عامل إزاي المريضة ممكن بتيجي تقول لي يا دكتور لو سمحتك خلصي بس أقول لحضرتك ده أنت قلتيها مرة قبل كده أنت نفس الشخص أنت مالك أنت أحيانا بتوفي تقول إيه وبالتالي تخيل ده في جزء يعتليك في فترة زمنية بسيطة في اليوم أو في الأسبوع لما تكون أنت عندك سبب عصيل البنت اللي موجودة اللي كل شيء راحة طويلت أو كل شيء عندها إفرازات أو البنت الصغيرة دي عم منين يسحبوها من عيادة إلى أخرى أو عندها مشاكل وألم في أسفل بطنها نتيجة الإلتهابات المتكررة أو أن يصل إلى أجسام غريبة أو إلتهاب عصبي أو فيلفودينيا أو جوازه ومشاكل عليه نفسية وجسدية أو تأخر إنجاب تأخر إنجاب نتيجة البراسيم بساتيكو بتأثيره على المباشر على الفالوبيان تيوب والفالوبيان تيوب ما تتحركش زي القولون العصبي بيحصل فيها البرستالسيز موكبين بتقفن بتقفن سابغة ومبيضين مطلعين بويضات وهرمونات كويسة جدا بس متأخرة في الحمل ويسموه إديوباثيك انفرتيلتي تأخر حمل غير معروف السبب كل الأشياء دي أكيد لها وراء أسباب وأحيانا لما الأسباب لا تعرف أو إن أنا ما كنتش متخيلة ده أو بقوله حتى مع طبيبي أو أعرف إنه ده كان ليه دور حقيقي أو لا بنخش بقى بباب الجدل أو الدجل سوري عزي جدل ويجيب دجل والدجل يجيبش عوازة أو ممكن أحيانا تبدأ بقى النفس اللوامة أنا عملت حاجة غلط عشان كده ربنا بيعقبني أنا عملت حاجة غلط عشان كده تأخر الحمل أنا حصل للإجهاد عشان مش عارف إيه والموضوع واجعلنا لكل شيء سببه واجعلنا لكل شيء سببه هنقف قدام حتة مهمة قوي لازم الناس تتنبه بها إنه الأطفال كائنات حساسة وعاقلة وزكية وزكية الطفل أعجب مما يتخيلون جميعا ده على جميع المستوات بقى أنا بتكلم على الطفل الذكر والطفلة الأنسة الطفل الطفلة عندما يساء لها في شيء وهي سنها خمس سنين أربع سنين أنا عارف إن ثقافة الناس كتير قوي عندهم في دماغهم إن الطفل ده لا يعي مش وغب ده عايي صغير وعلى فكرة دي في المنتهى الخطورة ودي الرسالة اللي أنا عايز برضو نطلع بها النهاردة إن الطفل بيريكورد المشكلة في ذاكرته المشكلة بقى دي ممكن تكبر بشكل كبير جدا 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 وعلى فكرة السينبع العالمية بتاعني الده بشكل كبير جدا بيكتبوا السيناليوهات على الحكايات دي يعني مثلا في فيلم توم هانكس مشهور قوي البطلة فيه تعرضت لإزاء نفسي جسدي من جزء ما وهي طفلة فعلى مدار حياتها كلها في الفيلم كان واضح جدا إن كل تصرفاتها كابنت اللي فيها نعمل الاستهتار فيها إباحية مطلقة فيها علاقات مفتوحة جدا لغاية لما جالها الإيز في الآخر بناء على إساءة جسدية من جوز أمها ولما رجعت البلد بلدها وهي كانت رفضة تماما إنها ترجع لبلدها راحت للبيت بتاع جوز أمها لبيتها القديم وعمل التصرف في منتهى يعني القصوة والغرب قعدت مسكت طوب وقعدت تحدث في البيت رغم أن الراجل مات وانتهى وهو وهي لما ماتت توم هانكس في الفيلم قال لها أنا هدتلك البيت راح لها القبر وقال لها أنا هديت البيت بتاع جوز والديت لأنه هو سبب هو سبب بسبب تحرشه بيها وبسبب معاملته ليها وهو ده برضو اللي هو سيكشول أبيوز يس أو الشايلد أبيوز فرق الاتنين سيكشول أبيوز إن أنت لاستخدام الجنسي وهاتك الأعراض في سن مبكر أو الشايلد أبيوز إنك أنت تتعامل معاه بعنف وغلزة وعدم رحمة وإنك أنت تحن عليه الطفل اللي بيكبر ده أو الطفلة اللي بتكبر دي جواها كل هذي المعاناة وبالتالي إحنا ماشيين في الدائرة والدوامة مش واغدين بأننا من تصرفاتنا أو مش سابين بأننا من الأسر اللي ممكن يتم على ولادنا وعلى بناتنا وعلى مستقبلهم في اللجان وبالتالي كل القصص الحقيقية عشان تبقى أو كل الأفلام اللي نجحت كان يكتب لك كده فيلم من قصة حقيقية القصص الحقيقية هم أبطال الحقيقين هم المرضى اللي موجودين وما يطلق عليهم المرضى هم لو تسردوا حكويهم اللي قد كده اللي موجودة هتسمع منهم حاجات كتيرة جدا وعبر نطلع بيها طبية مجتمعية إن إحنا ما زلنا ما زلنا نجهل الكثير ما زلنا نحتاج إن إحنا نقرأ مشاكلنا أكتر وبعمق أكتر وبعد كده تبقى فيه نظرة فلسفية نظرة تيمية مجتمعية لإن لازم تشغل في وسط تيم وإلى إن لما بتشغل في وسط تيم انت قوي يبقى يا في وسط تيم يتبقى يتيم هلوة دي لأ في وسط تيم تبقى يتيم من ضمن دلالات الحب الحقيقي بقى في المجتمع إحنا خلينا نحتفل قبل فالنتاين لكن وإحنا بنحتفل بعيد الحب لازم يكون فيه حب حقيقي الحب الحقيقي ده حبك لجارك حبك لزميلك حبك لفريق عملك حبك لإنك تتقن الأشياء تتقن عملك اتقال العمل نفسه إنك تطلع شيء معمول بشكل جيد هو ده الحب الحقيقي الحب الحقيقي هو أنك أنت تحب للخير للغير الخير تحب كل الناجح خير الحب الحقيقي هو أنك تخلي اللي يستاهل يوصل ويتفوق الحب الحقيقي هي أنك تقتل المحسوبية والوسطى ده جزء كبير من الحب نهاردة سعيدنا جدا بهذا اللقاء القوي جدا اللي على مستوى علمي رائع جدا وراخي جدا وفيه الكثير من زي ما بيقولوا الوضوح العلمي والفتح لكثير من الجراح المقفولة على دغل المقفولة على قياح المقفولة على مشاكل كبيرة أعتقد أنه زي ما قلت هي دعوة أنه الموضوع يتفتح على نطاق أوسع ويدخل فيه حوار لرجال الدين مع الطب لأنه هذه من الحوارات اللي ينبغي فيها أن يكون حوار جمعي يشمل متخصصين في مختلف الأنواع من التخصصات الدينية والعلمية والطبية والنفسية والاجتماعية في علم المجتمع شرفتني كالعادة ونورتني وأسعدتني بعض الحوار الرائع جدا واللي كثير من نقاطه العلمية كانت المفروض تظهر لكن احنا رعينا الجانب الشرقي فأثرنا أنها تكون في الحوار العلمي المتخصص المحترف لكن احنا شرحنا الكثير من الجوانب وما زال الأمر أعتقد مستمر نورها ضيف العزيزة الأستاذ دكتور سيد الأخر ستشاري أمراض النساء والحق الميجاري والجراحات المنظير وأطفال النبيب والحاصل على الزمان الأمريكي لجراحات المنظير وعضو المجلس الأوروبي والأمريكي للخصوبة والجماعية العالمية للجراحات المنظير والمؤسس للمستشفى الأمم كان في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور شكرا